مباراة مصيرة جدا نحو اللحاق بالبرامدز في الصدق اشتركوا في القناة مباراة صعبت عليه جدا قبل النهاء الافريكي والبرامدز كمان بهدف رمضان الصبح يقدر يفوز على المصر في اللحظات الاخيرة والاتحاد فاز على مطول العرب بهدف ومعه استقالة لطارق العشري وتراجع يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة الاهلي قدر يفوز على بلدية المحلة 2-1 على ملعب المحلة ماجد هاني تقدم للبلدية في الديئة 57 بهدف رائع جدا من خارج منطقة الجزاء الهدف امام حضراتكم التصيبة الاولى كانت رائعة جدا وصدمت بالقائم بعدها قدر ماجد هاني على حدود منطقة الجزاء انه يصوب على يمين الحارس المتعلق بعدها قدر البديل عمر كمال عبدالواحد في ديئة 79 ويسجل هدف التعادل للنادي الاهلي ويقدر البديل الاخر انتوني مودست ان يسجل هدف الفوز للنادي الاهلي في وقت قاتل تحديدا في ديئة 98 هتكلم على كل حاجة فيما تخص المباراة بس انا عايز ابدأ تحديدا بصفقة الموسم دي اللي يتقال عليها صفقة الموسم لقبلها صفقة ولا بعدها صفقة صفقة الموسم للنادي الاهلي في يناير اللي فات هو عمر كمال عبدالواحد صفقة زهبية صفقة جهنمية صفقة تاريخية هتقول لي ايه المبلغات دي هقولك ان الراجل ده من بعد يناير رغم انه مش بيشارك كتير رغم انه هو مش بيشارك افريقيا رغم انه هو بيضغير مراجزه بين الباك رايت والجناح الايمن والجناح الايسر والمدافع وكل حاجة الراجل ده في 3 مباريات مع النادي الاهلي كان افضل لعب في المباراة ياخد جايزة افضل لعب في المباراة للمباراة التانية على التوالي بياخد جايزة افضل لعب في المباراة رغم انه هو شارك تقريبا حوالي 15 دقيقة وافضل لعب في المباراة مباراة اللي فاتت بيلعب كزاير ايسر وافضل لعب في المباراة النهاردة بيلعب زاير ايمن لعدد دقيقة اقل بيبقى افضل لعب في المباراة تصويبات وحماس وتركيز ومش بتاع مشاكل ومش بتاع ازمات ولا انا فين وليه محمد هني يلعب وليه علي معلول يلعب ولا ليه مش عارف مين يلعب ولا اكرم ولا الهوى مركز بشكل مش طبيعي انا بقول صفقة مهمة ليه انا بحب اللعب اللي عنده الشخصية دي اللعب اللي هو مش بتاع أزمات مش بتاع مشاكل بقولك ايه هتديني تسعين ديها هكسر الدنيا هتلاقبني باك يمين هكسر الدنيا هتلاقبني باك شمال هكسر الدنيا هتلاقبني عشر دايق هكسر الدنيا احب انا النوعية دي من اللعيبة اللي ما عندهش مشاكل في اي حاجة في اي وقت تنزل وتبقى مؤثرة عمر الكمال عبدالواحد الصفقة لعدة مواسم قادمة وعمر كمال عبدالواحد توقعي أساسي في النادي الأهلي بعد دورة يبطال الأفراق قد بالك هكسر ما بياخدش مكان أساءه ليه اللي الوقتي من الراجل مش عايز يحرك حاجة في الملاق يعني عمر مش مكايد أفراقيا فمش عايز يحرك حاجة في منظومة الأهلي عشان يفضلوا مركزين كمنظومة في المباراة الأفراقية فما بياخدش أساسي بعد بتخلص لمباراة الأفراقية هتلاقي عمر كمال عبد الواحد أساسي ومرتاح كمان جي حكاية حكاية تانية نهاردة الأهلي دخل المباراة بهدوء هدوء اللي هو إيه أنا كده كده هكسب في أي وقت واتعاقب اتعاقب بهدف بعد الهدف تحول النادي الأهلي وتألق النادي الأهلي صحيح عمر كمال عبد الواحد ومودست هم اللي سجلوا الأهداف وممكن نقول إن بالتنين دول إدر مارس الكولر يغير أداء النادي الأهلي وتغيراته نجحت بس هو في حيات القابل مش التغييرات بس لنجحت الأهلي مع مارس الكولر بيعرف يغير من جلده كذا مرة في المباراة أنا هلعب أربعة تلاتة تلاتة أنا هلعب أربعة تنين تلاتة واحد أنا هلعب أربعة أربعة تنين أنا هلعب أربعة تنين أربعة كل ده بيحصل في المباراة الواحدة بسهولة جدا أنا دائما بصراحة يعني منحاز لمرس الكولر أنا بحيب المدربين أجانب اللي بيجوا مصر ويبقى ليهم تأثير مش اللي بيأكلوا عيشوا وبيمشوا وياخدوا منها شوية فلوس ويجروا لا ده ليه تأثير تأثير على الأهلي تأثير على الشكل اللعب تأثير على الأفراد خد بالك خد بالك من اللي جاية دي بعض أو كل من اللاعبي النادي الأهلي بيعودوا يسربوا للإعلام للزميل يعني للزملاء الصحفيين بتوعهم يعني أو المزعين أو الإعلامين أو المحللين نمارسل مش مسيطر على الفرقة نمارسل كولر مش عادل نمارسل كولر مش مركز كلام ده مش موجود خالص دي عادات عادات اللعيبة اللي بتقعد على الدكة دي عاداتها في أي حتة في العالم على فكرة قدما نقعد على الدكة بقى المدرب وحش نادرين بقى لما تلاقي لعب على الدكة بيبقى فاهم وعارف إنه اللي في الملعب أحسن منه دلوقتي إنه اللي في الملعب بيقادوا الأدوار أفضل منه دلوقتي بس المارسل كولر فعلا مدرب كبير أنا بقوليك كلمتون دول ليه؟ قبل النهاية الأفريق يحصل اللي يحصل أنا عند رأيي إن الراجل ده مكسب لقرة القدم المصرية قبل ما يبقى مكسب كمان للنادي الأهلي دي حكاية النهاردة الشناوي أحمد الشناوي أصيب في مباراة بيرامد زواء المصري وخسارة كبيرة للكابتن حسام حسن في المعسكر القادم لو ملحقش أحمد الشناوي المعسكر القادم وإن كان قصطفى شبير متقلق جدا محمد الشناوي راجع والدنيا في حراسة المرمى ما تقلقش قوي ما تقلقش أو إن شاء الله بالنسبة للكابتن حسام حسن الجزائي التانية عمر كمان عبدالواحد مكسر الدانية وعند رأي لو كابتن حسام حسن له كل كل الحرية في اختياراته اختياراته دي تبقى ممنية على إيه على طريقة لعبة هو عايزها على أسلوب لعبة أفراد هو عايزها ممكن حنشوف لعبك وعايزها أوه هو ما يشوفهمش ما يشوفهمش بس عمر يستحق فرصة أخرى مع المنتخب مع الكابتن حسام حسن تحديد ونشتكلم على الكسس والحوارات والروايات اللي تقالت عن مشاكل بين حسام حسن وكعمر كمان أنا عارف أن حسام حسن مع حفظ الألقاب طبعا للإسم الكبير مش هيحط الخلافات الشخصية دي أبدا أو حتى الأفكار دي لو موجودة بالمناسبة لو موجودة عشان هي ما تبقاش موجودة أصلا مش هيحطها في اعتباراته وهو بيختار اسمها لمنتخم مصر أنا عدت مع الكابتن حسام حسن في قاعدة قريب الراجل بيتكلم مش كمدرب الراجل بيتكلم بوطنية مش طبعية بيحب منتخم مصر من قلبه بيحب البلد من قلبه أوش فأنا متأكد ده ينطبك على عمر وعلى محمد صلاح وعلى أي لاعب الناس بتحاول تصور إنه فيه خلافات هو هيتخطى كل ده وأنا واصل في الكابتن حسام حسن إن شاء الله يعني مارس الكولر النهاردة بعد المباراة في المؤتمر الصحفي قال أخبارت اللاعبين بين الشوتين إن أي لاعب هيلعب بكسل أو لحمائة نفسه من أجل خود نهاية أبطال أفريقيا فالعواقب هتكون وخيمة خلال اللقاء وده اللي أنا كنت أستطيع أقول لحضراتكم الأهلي كان بادئ هادي هادي لا لفاق بس لما دخل فيك جول حسن المباراة بتضيع اللاعبة نزلة هنكسب ومش عايزين تصاب وبقال لي مجهود عشان عندنا ها أفريقيا لا اتخطفت جول كورة ملاش كبير كورة ملاش كبير تعال نسمع تصريحات مارس الكولر بعد المباراة ونرجع نكمل كلام قللنا عن المباراة في المجمل طبعا أكتر من 90 ديال عبنا أعتقد أن احنا كنا مسيطرين تماما عن المباراة طول الوقت بالمارس ضغط طول الوقت مسكين كورة طول الوقت المنافس واقف تحت الكورة تقريبا طول المباراة وبيلعب على الهجمات المرتدة الشوط الأولاني أضعنا فرص كتير منهم اتنين كان لازم يخشوا جوان مش عارف ضعوا ازاي لكن اتكلمنا مع لعبة بين الشوطين نزلنا شوط تاني بنكمل برضو وعملية الضغط والتلعبة لازم نصبر ما نزهقش ما نيقاس مهما يحصل في المباراة لازم عندنا ثقة وعندنا صبر ان احنا نرجع لأي حاجة تحصل نزلنا شوط تاني بنضغط اكتر بنحاول اكتر وبعدين المنافس في كورة مرتدة يمكن الفرصة الوحيدة على الجون الخطيرة بيشوط شوطين بصراحة رائعين جدا الشوطين ما يتصدوش الشوطين فيهم توفيق غير عادي ما معرفش الشوطين دول جوم ازاي لكن بصراحة جون جميل جدا وما يتصدش ده طبعا ادى المنافس ده يوافع اكتر وحماس اكتر ان هو يحاول يطعب المباراة بالشكل ده فاحنا عملنا تغييرات التغييرات كانت كويسة جدا اللعبة اللي نازلة ساعدتنا كتير كان حركوا الامور كويس جدا اللعبة اللي نازلة كلها قدت فوق الماء في المية وحركت لنا الامور وده ازدغطنا اكتر وبعدين ان احنا نجيب جوان عمر كمان نازل جاب جون وعمل اسيست جون التاني توني جاب جون الحاسم وكان تغييرات كويسة جدا في فوز للزح مدينة انت في التنزل المهاجم بالمواصفات دي بقدر ان هو يفطف لك جون كمان حسين نازل كان كويس جدا وادى برضو حرك الامور وكان هجوميا قوي جدا ففي المجمل احنا سعداء جدا بالنتيجة سعداء جدا بالفوز المستحق وده اهم شيء تلات نقط نهار في المحلة ان هو بالقوة دي السنة اللي فاتت كان برضو جمهور الاهلي هنا كان الجمهور مميز جدا وساعدنا كتير السنة اللي فاتت فانا جاي وانا حاطت في بادي جمهور الاهلي في المحلة ان هو جمهور مختلف وفعلا النهاردة حماس غير عادي دعم طول الوقت مساندة طول المباراة كانوا اللعب الاثناشر معنا في المباراة ما بيزهقوش ما يقسوش لغاية اخر سنية بيؤمنوا بالفريق انا من الناس من المداربين بيتحبوا الجمهور جدا وبيحب انه دايما يلعب في استاد مليان واستاد في جمهور انه دي حياة كرة القدر والكرة بتتلاعب عشانهم فبيدوا حماس مختلف بيدوا قوة مختلفة هما اللعب الاثناشر كانوا نهاردة في معانا في الملعب قويتهم بحتاجها دايما في كل وقت في كل قطولة في كل مكان بشكر جمهور جدا جدا لانهما سعدونا كتير ولله هم يمكن لانهما كانت بقى صعب كتير ما اسمش بيه اللي دي اتسا هير والالحمد لله اللعب اللي معانا عمرها مش مية وستاشر سنة فما بلعبوش ما خدوش كل التاريخ ما يعرفوش التاريخ ده كله او معصروش الحاجات الوحشة كلها لكنهم لعبوا هنا اكتر من مرة واكيد دعم حققوا نتائج كويسة السنة اللي فاتت حقق نتائج كويسة على الملعب ده المشكلة بتبقى في الملعب اللي بره استاد القهيرة استاد القهيرة هو افضل ملعب في مصر بفارق عن اي ملعب تأيجي عشان برضو نبقى متفقين الملعب التانية كلها بيقى كل ملعب فيه صعوبات الاراضي ما بتقاش الارض نجيلة ما بتقاش مستوية الملعب ما بتقاش مستوي الكرة بتاعتنا كلها كرة على الارض فبيقى فيه صعوبات على الملعب الاخرى ومنها الملعب ده لكن احنا لازم نقبل ده ولازم نتقبله ونحاول ان احنا نتعامل معاه النهاردة مثلا الملعب ما ترشش بشكل كافي ما ترشش خالص رغم ان انا اعرف ان اتحاد الكرة اصدر قرار من السنة اللي فاتت في الليحة اني لازم الملعب تترش قبل المباريات ده ما تعملش النهاردة ارجو ان اتحاد الكرة يراعي ده ما ينفعش ده يحصل ما ينفعش الطبيعة دي احنا بنلعب في مصابقة رياضية لكن برضو بنقبل كل الظروف بنقبل كل الاوضاع ونحاول نتعامل معاها واحنا من اهل اللي عبتنا دايما بكل الظروف والحمد لله اللي عبتنا نهاردة في الموعد وهنا نتيجة كويسة طيب دي تصريحات مارسي كولر بعد مباراة الاهل اليوم امام بلدية المحلة مباراة اخرى في الدوري النهاردة في الجولة 22 كانت بين الاتحاد السجندري والمكونون العرب سيف طاقة قدر يسجل هدف الفوز للاتحاد في ديئة 60 الهدف امام حضراتكم طاقصية مميزة جدا يعني طيب بعد المباراة بعد المباراة اللي قدر يفوز فيها النهاردة الاتحاد على المكونون العرب وفوز مهم يحسن كمان من تقدم الاتحاد في المربع يذهب في الدوري كابتن طريق العشري الموديل فني ليه فريق الاتحاد اعلم بعد المباراة استقالته عن تدريب الفريق من شوية عرفنا انه كابتن طريق العشري تراجع عن هذه الاستقالة بعد اجتماع مع الاستاذ محمد مسلحي رئيس النادي اللي اكد ان العشري قال خلال الاجتماع انه تعرض لضغوط كتيرة كانت السبب في استقالته واكد على تقديره الكامل لجماهير للتحاد سيد محمد مسلحي كمان اكد على تقديره الكامل للعشري كاحد ابناء الاتحاد المخلصين ده البيانة اللي طالع على الموقع الرسمي للاتحاد السكندري طيب عايز اقول حاجة بسيطة جدا وصغيرة جدا لكل الاندية الجماهرية في مصر تحديدة اللي بعيدة عن الاهل والزمار انا بكلم على الاتحاد على المصر على الاسماعيل على بلدات المحلة على غز المحلة كل الاندية الكبيرة الجماهرية الكبيرة دي انا بطلب من جمهور الاندية دي تبقى واقعية يعني ايه تبقى واقعية يعني الاتحاد لما يبقى في المربع الزهبي في الدوري فده اقصى 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 طموح ممكن يوصله الاتحاد طبقا لامكانيات وقائمته وتشكلته بمعنى انه مثلا في اسبانيا لو فياريال كان موجود في المربع الزهبي فده انجاز لو في انجلترا توتنهام موجود في المربع الزهبي فده انجاز لو في إيطاليا لاتسيو أو روما في المربع الزهبي فده إنجاز طبقا لإمكانياتك بالمقارنة بالإمكانيات اللي حواليك يعني إيه؟ يعني الاتحاد مش الأهلي، الاتحاد مش الزمالك، الاتحاد مش برامد مش عايز أقول إنه كمان فيه أندية عندها لعيبة وإمكانات أكبر من الاتحاد بجانب الأهلي والزمالك وبرامد طيب كناك إنك توصل للمرحلة دي فهي مرحلة جيدة جدا إنت بقى يا جمهور بطبيعة أي جمهور في العالم عايز ماكسب طول الوقت طبيعي عايز ماكسب طول الوقت عايز في إيطالك تكسب أكيد مش تبقى بتقول عادي إنه في إيطالك تتعادل أو تخسر بس عايزك تبقى واقعي، ليه واقعي؟ إنه لو الاتحاد كسب على طول فطبيعي يبقى بطل الدوري طيب الاتحاد مش يكسب على طول إيه عشان ما عندوش كل الإمكانيات مثلا اللي موجودة عند الأهلي والزمالك وبرامد اللي ما بيكسبوش أصلا على طول فأنا بس بقول للجمهور اهدوا على المدربين بتوعكم جمهور الإسماعيلي والاتحاد والمصري الأندية الجمهية اللي بقولك عليه هداية دايما متعصبين، دايما عايزين في إيطالك تكسب على طول حلو، ده شعور منطقي وطبيعي بس خليك واقعي، هلأ قدرك سبع طول؟ لأ، مش هيحصل مش هيحصل خالص فما تروحش بعصبيتك وغضبك على المدربين دايما نفس الأمر على فكرة عند الإسماعيلي إسماعيلي في ظروف صعبة جدا مطلوب من الكابت النعام جلال أنه يكسب على طول أنه ينافس على الدورة زي زمان ما فيش دلوقتي الكلام ده، ما فيش ما فيش الإمكانيات دي فازبر وقول إيه قد يعم ناخد خطوات له قدام دي حكاية مباراة أخرى النهاردة أخسرها المصري أمام بيرامدز بهدف دون رد ربطان صبح يسجل هدف بيرامدز الوحيد في وقت متأخر في الديع 87 ولكن بمهارة عظيمة جدا لف بمدفع المصري بشكل رائع جدا وخد قرار في جزء من الثانية صاوب الكرة وسجل هدف الفوز لبيرامدز بصراحة الموسم ده عامل موسم ممتاز جدا في الدورة في الدورة تحديدا عشانا أخرج من أفراجها في الدورة ممتاز هتقولي ممتاز ليه مش بس على النتائج ولا سلسات الانتصارات المتتالية لا أنا أكلمك ممتاز فيما يخص أنه حتى لو بعض المباريات لعيبها بشكل مش كويس بيقدر يخرج بالثلاث نقاط ودي حاجة مميزة دائما وأبدا في الفرق الكبيرة وصلها دلوقتي بيرامدز وبالتالي وبالتالي لازم تتأكد أن الموسم ده تحديدا الموسم ده تحديدا بيرامدز منافس حقيقة على رقب الدورة الممتاز رقب الدورة الممتاز قريب جدا من بيرامدز كان دائما بيرامدز يحسسك أنه قريب من المنافس بس لا مش بينافس بيقع في حاجات صغيرة مباريات صغيرة مباريات قليلة لكن السناء دي لا بيرامدز منافس وغا تصور هيكون منافس للنهاية مين هيأكل دوري الله أعلم بس هو منافس حقيقة على الدوري السنة معي عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشا خابرنا التحكيمي يولان رأيه في الحالات التحكيمية اليوم تحديدا في مبراطة الأهل وبلدات المحلة كابتن جهاد مشرف ومنور دايما سأعيد بتواجدك معايا كريم سأل خير عليك وعلى كل مشاهدين مسائل فل عليك نهاردة نبدأ بمبراطة الأهل وبلدات المحلة فضل طيب هبدأ معك بأول حالة وكانت في الديا 14 ومطالبة النادي الأهلي بضربة جزاء هتونا الحالة يا شباب تيجي حالا دلوقتي أهي معانا يا كابتن جهاد تمام قدامك شاشة آه قدامي شاشة يا الله عظيم تمام الكرة لعبة بالعرض جات في سدر لعبة البلدية وبالتالي ما فيش لمسياد في اللقطة دي فيش لمسياد تماما وبالتالي قرار الحكام نصف مصبوط بركلة ركنية ومراجعة الفار صحيحة ما فيش شراك للجزاء الأهلي في اللقطة دي عظيم جدا اللقطة التانية 34 وتسلل على بلدية المحل كل دي تمام تمامز المساعد كان فيه تسلل بحاجة بسيطة سبل اللعبة تكمل للآخر وبعد كده رافع الراية وده تمامز كبير من المساعد التاني اللي يكلام عليه كلام كتير النهاردة بأداء المحترم النهاردة تلسى عسالك هتتكلم عنه ولا يا كابتن جايد الله طبعا أحمد عبد المنعم شعبان آه هنجيله هو حكم المساعد الهاي لنهاردة اكتشفنا حكم مساعد محترم عمل الأداء النهاردة محترم فحقه ياخد حقه يعني عمل فيه أخطاء عنده بس الأهم القرارات المهمة في المباراة خذها بصورة كويسة طيب نفس اللاعب برضو معها كانت توفيق الديع 37 احتفاك بن أكرم توفيق أيضا من نفس اللاعب آه بالضبط اللقطة دي ما ينفعش ما يطلحش بها صفارة يعني نصف قريب قوي ما ينفعش تعدي الكورة دي من غير صفارة هي في خطأ موجود نصف التمر اللاعب لكن هنشوف التفاصيل بتاع الخطأ عشان نشوف اللقطة دي هل تروح لكارتة أحمر ولا تروح لكارتة أصفر الراجل المجامي مسافة رايبة الرجل مش متنية ما فيش فيها كوة وسرعة زي مزي بتاع ما بولوله لما راح بكوة وسرعة المكان اللي طبعا للاصطدام مكان خطر اللي هو الاستاذ هو راح للأصبة وده مكان خطر لكن القوة والسرعة والمسافة كل ده نزلت لحد أدنى وبالتالي نكلم على أقصى درجات التهور ده كارتة أصفر بس ده الكارتة الأصفر التاني للعب رقم 8 كان لازم ياخذ الكارتة الأصفر التاني براكة الحرة ومباشرة ويطرد في اللقطة دي كابتن جهاد ما عليش هقاف هنا يا شباب لحظة راحة بس عشان فيه سؤال دلوقتي ملاح جدا علي فالس القصة بتاعت الانذار التاني دي بقت حاجة مرهقة لكل الناس في كل العالم في كل المباريات الانذار التاني تحديدا فحيح هل من المفترض انه يحصل تغيير في فكرة البار أو بروتكول البار انه ممكن يتدخل في الانذار تاني يستحق الطرد هو المبدأ العام للبار يا كريم ان احنا بالروح للعدالة ماشي فمش من العدالة يجي انذار تاني والحاكم يغثله لان البرتكول البار يمنع تدخل حاكم البي ار في الانذار التاني فاعتقد انه ارائب جدا ممكن نروح للعدالة ان الحاكم البي ار ممكن يتعدل البرتكول ويدخل في الانذار التاني لانه بتبقى فيك تفه كتير جدا في مبارا كتير انه هدق الحاكم البي ار ما تدخلش وما تكلمش hidden لانه هذا انذارtier بالا زُد في pierة الرحمن وبالتالي ما تتختالش وحاكم أخطى شكرا بقولك هم هيبقوا محتاجين يعديلوا في بروتوكول البار أعتقد ممكن يحصل في قريب جدا دايح ناخد اللي بعدها فاضح الكرة اللي بعدها كان في دقيقة 52 وتسلل على كهرباء الكرة تمام هتتعد تاني معنا هنرجع بقى للقاطة دي نجيبها من الجانبية اللقاطة اختلفت مع أحمد في اللقاطة دي لأنه مش متمركز صح لما كن متأدي معنا اللعيبة اللقاطة مش فائية تسلل خالص على ما تغطي في اللقاطة دي فده خطأ من ضمن الأخطاء اللي هو فيها عادي جدا على فكرة فمش معنى أنه هو مميز النهاردة ما أخطأش لقاطة اللقاطة دي هو عشان مش متمركز صح فما أخطأش الكرة الصح فدي مش فائية تسلل دي ما كانش فيها تسلل أنا جيبها عشان أقول ليك أن الرجل أخطأ ومع ذلك هو مميز يعني برضو مش فعلا أنه هو بس إردعها شباب اللقاطة اللي قبلها كده معلش إرجعها معلش نرجع تاني للقاطة اللي فاتت دي عشان كان فيها جزئية مهمة جدا أنه تقريبا كان قهربة ساعتها لي ضرب الجزاء يعني بص يا كابتن جهد لا أنا شفتها لما ما فيش تسلل لو مفترض لو ركل الجزاء كان الحاكم الفر تدخل لكن الاحتكاك ده لا يرقل لإحتكام ركل الجزاء كي يعني عارف حاكم الفر لو لي ركل الجزاء كان يرجع رجع التسلل وكان هيتدخل ساعت الحاكم تعالى أن التسلل مش مظبوط أنا عندي احتمالية ركل الجزاء وكان رحل ركل الجزاء مباشرة لكن هي ما فيش ضرب الجزاء لأ ما فيش تهرق الجزاء عشان لس شايفها معاك دلوقتي فما شفتها لأنا مظبوط إنها قولك الكافي احتكي موجود بس لا يوكل لو يوكل ركل الجزاء كان حاكم الفر أوتوماتيك ساعت الحاكم تعني ما فيش تسلل وتسلل الخطأ بس عندي ركل الجزاء وكان هنحسب ركل الجزاء لو موجود بداية 61 كان فيه انزار على بداية المحل لعب بداية المحل التهور مع أكرم توفير الدخول بتهور بالمنظر دوت طبعا الحاكم سمح باستمرار اللعب ورجع حدا قد الإنزاره ده كويس تصرف كويس اللعب استمر ورجع الإنزار للعب اللي هو افتكره فاكر اللعب ورجعه بالإنزاره وده قرر محترم جدا من حاكم واعد صاعت طيب بداية 63 كان فيه إلغاء لهدف للآله بداعي التسلل بعد اللعطة اللاية اللي خد عليها لعب البداية انزار ده انزار تاني قد تهور من نفس الكلام الدخول بتهور بالمنظر دوت وقرر برضو محترم بالحاكم وانزار مستحق طيب هنروح للطلة اللي كان عليها اللي ذا الهدف كله بيتحرك تمام هو دلوقتي بص أول ما كهرباء حصل كونتاكت مع حرص المرمى هو ده تدخل مع منافس هو كان موجود في موقف تسلل البداية مجرد احنا هرجعلك التسل طلع في الآخر تسل الرابط أخر خالص وده كلام مضبوط انت تفكر ريال مادريد وبارمونخ الراجل بينفل تعليمات اللي ما تنفذتش في ريال مادريد وبارمونخ هنا الراجل متسلل الكهرباء خلاص هو استنى هو عمل كونتاكت كده هو هيقول له في اللحظة دي الحكم الضار بيقول للحكم أو حكم الساحة بيقول للحكم الحكم المساعد يقول للحكم ديلي 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 معناها لا لا ان انا واخد فيه قرار تسلل معايا اه ارجع كابتن جي اكمل الهجمة تمام اه وبالاخر بطلع بالتسلل ارجع شباب ارجع شباب وحكم الساحة بيبص للحكم وستهد عشان يترجم اهو بس بس لا ارجع ارجع هو مش ببص له هو الراجل يتبص بص كريم التعليمات لما بيعند التسلل انت بتقول للحكم كلمة ديلي 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 معناها ان انا عندي قرار تسلل بس مش هارف عرايتي اي 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 انا خطر انا اقصد بس ترجمة كلام حضرتك انه ده اللي حصل بينهم واعنيهم في عين بعد خلاص اهو حصل لما هو بقل للدلي هو تأكد ان فيه تسلل بيكمل لقطعدي خالص ويستمر لو فيه ركل الجزاء هيحسب وباعتين يرجع نراجع يعني القصة دي ده تعليمات وبتتنفذ وده نفذوها اه حرصيا في الملعب ميش هو الخط ده كده محطوط صح؟ الخط ده محطوط صح اه الكتف اللعب البلدية اللي هو النص الكومة ده تمام واللعب الاهلي اهو متسلل كده مزبوط مقدم الراسل لا هو تسلل طوام بس انا عصد عشان الخط لا كتف البلدية اللي هو اقرب وحاجة للخط التاعه وكتف الاهلي اقرب حاجة للخط فالخط مزبوط دي سبعين وهدف الاهلي الاول تفضل نرجع الهدف مع بعض نتوالي وبعد كده عمر حولها هي جئة من راكة الربنية وما فيش تسلل فيها وبالتالي بنتكلم ان رجعت لعمر كمال خد على سيد القشاط ما فيش اي مشكلة حتى وفيه حالة وفيه لعيب موجود في مواقف تسلل فلا يعاقب لانه ما فيش اي تدخل في القرى اللي فاتت دي انا هكلمك برضو على اي حاجة ما حدش خد باله منها يا جد الوقتي وحدش شط في الجول لو فيه حتى لعيب موجود منهم هو الآن ان فيش وعيب موجود في مواقف تسلل انا بفترض ان فيه لعيب منهم موجود في مواقف تسلل وكان lain حتى بلمنظر ده في المقص في المنظر ده هو مش مؤسر وبالتالي لا يعاقب لو فرظ ان فيه لعيب كان موجود في مواقف تسلل انا اشرحك انا هقولك انا شايفها ان محمود متولي هو مثلا وقع في مواقف تسلل هو بعيد عن الكورة اصلا مش مدخل في الكورة خارل مش مؤسر خالس وبالتالي عاقب. يعني موجوده في موقف تسلل في حد ذاته ومش خطأ. ممتاز. ممتاز. وبالتالي استمرار اللعب الهدف صحيح والقرار صحيح باحتساب الهدف. خلي بالك المساعدة اللي هنا شوفوا التركيز اللي هو فيه. ده ده حاجة ده حاجة ده حاجة آآ يعني نموزج لكل المساعدين الصعادين للمنظر ده اهتم اهتم بكل التفاصيل عشان تنجح فهم قرار. ممتاز جدا. انتظار بعد كده الحارس البلدية لإضاءة الوقت كان في الديهات 89. طبيعي النتيجة بتشير واحد واحد في الوقت ده. والراجل بيضاع الوقت فالحكم لها انه بيضاع الوقت العجل الجوينت واللبس الجوينت وبالتالي بديله الانظار وانظار مستحق من النصف. طيب الديهات 92 كان فيه إلغاء هدف للآهلي بسبب التسلل وكان فيه اعترضات كتير من لعب النادي الآهلي. اول هدف اهو. كلها صعبة جدا. صعبة جدا. اولا احنا مش بنشاه تسلل. لا يعني المساعد ما رفعش. صح. هو اللمس مودست اللحظة دي بقى الكهرباء في موقف تسلل. الحكم المساعد ما رفعش تسلل. الحكم اه احتسب خطأ. خطأ ايه اللي احتسب وانا مش عارف. لان ما فيش خطأ في اللعبة باي حال من الاحوال. طيب الفار بيراجع هدف. صح. فهيرجع دلوقتي الكهرباء مش متسلل. اللحظة لمس مودست بقى موجود في موقف تسلل. وبالتالي عطوا ان احمد ما عشرش بالتسلل في اللحظة دي وارد جدا خطأ موجود. لكن حكم البر اللي ايطام التحكم بالكامل. وقال الكرة تسلل واحتسب والتسلل. الغال هدف للتسلل ومش لخطأ. يعني كان فيش خطأ في اللقطة خالص. اه نصف احتسب خطأ على كهرباء ومفيش خطأ على كهرباء. لكن اللقطة فيها تسلل وبالتالي الغال هدف الغاء صحيح للتسلل. طيب. وده الاستيناف اللي حصل. ديها سبعة وتسعين كان فيهم طلبة من النادي الاهلي بضربة جزاء. تمام. اللقطة الكرة جات في رجل مدافع البلدية. والايد اللي عمد اللي هي اعترض انها جات في ايده. هنشوف اللقطات مع بعض كريم. جات في رجله. جات في هجلنا لا تؤكد لمسة يد ولا تنفي لمس اليد. هم. وبالتالي حكم الفر لا يمكن باية حال من احوال يتدخل لغير قرار الحكم. هو الحكم شاف انه ما جاتش في ايده واحتسب راكلة رقنية. حكم الفر ما عندهو صورة واضحة حتى الصورة دي. هم. لا يمكن تأكد ان فيه لمسة يده من عدمها. بس لو لمسة يده تحتسب ضرب الجزاء. لو لمسة ده بالوضع ده راكل الجزاء. هم. يعني كرة استضمت برجله. هم. نفس لا استضمت ملعبش الكورة في فرق من اللي وليعب الكورة واستضمت برجله. وراحت ليده اللي مكبرة الجسم اللي موجودة في وضع غير طبيعي. يعاقب عليها. هم. يعني بالمنظر لكن بالمنظر ده لا يمكن لا يمكن تؤكد ان الكورة جات في ايده او ما جاتش في ايده لان الصورة دي بالمنظر ده صورة خادعة. ليمكن تؤكد لمسة اليد. طيب. وبالتالي الفر ما دخلش لانه ما عندهو الصورة واضحة ان فيه خطأ للحكم. طيب ده هدف الاهل التاني لانتوني مودست. هل الهدف ده في اي حاجة? هنتكلم عليه قبل الهدف مراجعة ونشوف اولا في الزحمة دي ما بيش حاجة. الاحتكاك اللي حصل بين رامي ربيعة والبلد اللعب البلدية هنشوفه في اللحنة. هل في خطأ على رامي ربيعة نلغي عليه الهدف. يعني في خطأ موجود مع المدافع. بعد كده يعني هنشوفه مع بعض. رامي ربيعة مع اللعب 13 ما فيش ماسك ما فيش شد. ما فيش رجل في رجل. رامي ربيعة نعملش خطأ الهدف اللي حصل ده حكك احتكاك طبيعي جدا. لا يمكن حسب رامي ربيعة على حاجة. ما فيش خطأ حصل. وبالتالى استمرار اللعب في اللقطة دي بتفاصيلها دي ما فيش خطأ على رامي ربيعة حسبه. وبالتالي استمرار اللعب كان قرام ممتاز من الحكم ومراجعة من الحكم الفار. نكمل بعد كده نشوف فقا المودست والتسلل. لحظة آؐ لاعب الكرة. نكمل اللقطة ما فيش فقه حاجة يكريم بالحمي الأحوال. مفيش خطأ على رمو رابعة في اللقطة. الكرة لما راحت هنا مودست. بالعين المجردة مجرد خطوط الراجل جواه منطقة المرمى ومودست على الخط برة في موقف سليم. المساعد واقف في تمركز ممتاز ومركز وهو احتسب الهدف قبل البر وهدف صحيح. مفيش في خطأ قبل الهدف. والمراجعة الهدف صحيح. طيب ده فيما يخص مباراة الآلي وبلدية المحل. عايسي عليك كمان على اللقطة في مباراة المصري وبيراميدز والهدف للنادي المصري بسبب لمسة يد. ممكن تقولي تعليقك عبار من نجيب الحالة كمان كابتن جاهد. هو طبعا حالة مهمة جدا وحالة مميزة. نقول اسم بل ما حاجة مميز بنقول اسمه عمر الشنوى حاكم الفار. امين عمر احتسب اللقطة في الملعب. احتسب هدف تعادل. واللعاب احتفلت. العبد المصري. حاكم الفار طبعا كان في وقت فضل على نهاية المباراة بضيئتين. وقت صعب جدا. حاكم الفار قال له زلاء تعال انا عندي لمسة يد للعب اللي احرص الهدف. وبعدها احرص الهدف مباشرة فيعاقب حتى لو اللمس يد غير متعمدة. يعاقب عليها. وبالتالي جاب وشاف اللقطة امين عمر. ورجع بقرار صحي جدا بالغال هدف. وقرار موفق من طام التحكيم بالكامل. وخرجنا من وراء كريم بدون اي خطأ تحكيم مؤثر. شوال الكرة جات في اليد. حتى لو ايده في فضل طبيعي ومش مكبرة الجسم ومش متعمدة. لكن هو بعد كده احرص منه هدف مباشرة في معاقب بلا مسترياد. وبالتالي بنتكلم ان الغال هدف الغاء صحيح. وقرار في مجمله لطام التحكيم. قرار صحيح. آآ مبروك لعمر الشيناه في اللطة دي. ومبروك لامين عمر. لان في الاخر خرجنا بالمتش معناش مشكلة تحكيمة في المباراة. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهات جريشة. خابرنا التحكيمة. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات المهمة جدا. طيب. روح لي اخبارنا النهاردة. والدكتور مصطفى المنياري رئيس الجهاز الطب بلادي ببراميدز. قال ان التشخيص المبدأي لاصابة الحارس احمد الشيناوي في مباراة المصري عبارة عن الام في كعب القدم خلال احد القراط العرضية. الدكتور مصطفى المنياري قال ان الشيناوي هيخضع لمزيد من الفحصات الطبية والاشعة على موضع الاصابة. بعد عودة الفريق ليه القاهرة اللي اطمئنان بشكل كامل عليه ربنا يا ربي رجعه سليم معافة. معافة في اسرع وقت ممكن بازن الله. طيب. خلصنا لدوري بحكاياته بقصصه تخش بقى عالك كبير. او عالك كبير. ازا مالك. عنده فاينال افريقيا بكرا ان شاء الله في الكونفيدرالية امام نهضة بركان. مباراة بازن الله. بازن الله. ان شاء الله يا رب في المغرب. ازا مالك ريحنا بدري بدري. ويعمل نتيجة تخلينا مباراة العودة دي تبقى مباراة احتفالية. بازن الله. عندي ثقة. وعندي طموح ان الزمالك بشكل جديد. الزمالك كنادي كله بشكل جديد. يقدر يرجع تاني للامجادة الافريقية. الزمالك بفرق الخبرات الكبيرة والاسم الكبير في افريقيا قادر بازن الله ان هو يتفوق على نهضة بركان. تعال نروح لكواليس الساعات الاخيرة في نهاية الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان. اللي بيحصل في الزمالك. تعال نشوف. قبل مواجهة نهضة بركان. مران الزمالك الختامي شاهد تدريبات خاصة على الضغط المبكر بشكل جماعة على الخصمة كذلك فقرة للتزديد من الخارج. وفقرة اخرى للكرات السابتة وتعليمات خاصة للاجنحة بارسال العرضيات من الحركة. جوزي جوميز استقر على ابراهيم النضاي للدفع به في مركز الجناح الايسر كتعويض لغياب مصطفى شلبي اللي بيعاني من اصابة في العضلة الضم. معرفنا مين اللي علعم مكين مصطفى شلبي. تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزية احمد فتوح والاقرب مشاركته اساسيا في مركز الزهير الايسر. كما استقر جوميز على الدفع بدونجا ومحمد شحاتة واحمد حمدي في وسط الملعب بجانب الاعتماد على سيبيت جزير كرأس حربة مع تواجد سامسون اكينيولا كبديل. احمد سيد زيزو حرص على عقد جلسات منفردة مع لعاب الزمالك وحسوم على تقديم مستوى يجعل الفريق مطمئنا في مباراة العودة وطلبهم بضرورة التسجيل في مواجهة الغد لتسهيل المهمة الاياب وتفادي ما حدث خلال مواجهة دريمز في نص في النهاية. ان شاء الله. طيب. تعالوا بنا نروح لتشكيلة نادي الزمالك المتوقع لهذه المواجهة. في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع عمر جابر والمسلوسي واحسام عبد المجيد واحمد فتوح وفي الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة واحمد حمدي وفي الهجوم ابراهيم انضاي وسيف الجزيري وزيزو دي تشكيلة الزمالك. طيب. ده فيما يخص تشكيلة نادي الزمالك. وفيما يخص نادي الزمالك. طيب اروح ليه كواليس الساعات الاخيرة في نهضة بركان. ايه اللي بيحصل. يلا بنا. تاجات جاهزات الرباع يوسف الفحلي والامينة آآ كامارا وعبد الكريم بعدي واسامة الميولي آآ لي مواجهة الزمالك بعد تعافيه من الاصابة كما تأكد غياب المهاجم يوسف الزغوتي بعد اجراء عملية في انفو بالاضافة لغياب عمر عرجون تطبيقا لأقوبة اقافه. ايضا المراني الختامي لنهضة بركان شهد تدريبات خاصة على ارسال العرضيات سواء من الحركة او الكرات السابتة كما شهد المران فقرة للتدريب على التزديد من الخارج. عقد معين الشعباني الموديل الفني الفريق محاضرة بالفيديو مع لعبي نهضة بركان شهدت الوقوف على نقاط القوة الضعف في الزمالك وكان هناك تحذير خاص من خطورة احمد سيد زيزو وكذلك تحركات سيف الجزيري دون كرة. مسؤولوا نادي نهضة بركان المغربي قبلاغوا اللاعبين برصد مكافأة خاصة واضافية على اللائحة حال تحقيق الفوز على الزمالك بفريق هدفين في لقاء الغد وذلك املا في تسهيل مهمة الايق. طيب. دي الكواليس. طيب. دي حكاية. احنا لسه مكملين مع حضراتكم. هنروح لفاصل. بعد الفاصل هنتكلم فيه عن اللي قاله جوزي جوميز عن الزمالك النهاردة وكيف سيخد هذي المباراة. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. هل ليكم. موسيقى. ده كلام مهم جدا. حاجة المفرحة والحاجة المتوقعة والطبيعية ومنطقية. شركة تسكرتي اعلنت نفاذ جميع تذاكر مباراة الزمالك ونعد ببركان. بكرة ان شاء الله تذاكر تم طرحها في الجماهير يعني خلال اليوم يعني. وكلها نفذت مباشرة. والحمد لله الجمهور بكرة هيبقى مالي المدرجات بالكامل. بالكامل. خلال ساعات. خلال ساعات. عفوا انا ااسف مش بكرة اصد. اصد المباراة. مباراة العودة. ان شاء الله الاسبوع القادم. الاسبوع القادم الاستادها يبقى مليان. مدرجات مليانة. استاد القراءة يبقى استاد الرعب بإذن الله على المنافس. وان شاء الله بإذن الله يوم تسعتاشا مايو جماهير الزمالك تروح مع فرقتها بكأس البطولة كأس الكونفدرالية الافريقية. نهاردة تذاكرت ترحت خلصت بعد ساعات بحسب شركة تسكرتي. طيب. نادي الاهلي بعد المباراة اليوم. امام بلدية المحلة. اصدر اه او يعني حسب مصادرنا يعني في النادي الاهلي. فالاهلي بيدرس اجراء فيما يتعلق بالحالات التحكمية. او يتخذ اجراء فيما يتعلق بحالات تحكمية في مباراة بلدية المحلة. الاهلي بيدرس تقديم مذكرة لاتحاد الكورة ضد طاقم تحكيم مباراة البلدية. واعتبر الاهلي ان الحكام ما وفروش الحماية الكافية للعبين. خاصة في حالتين محمود كهرباء واكرم توفيق. وقال مصدرنا في النادي الاهلي الرقم عشرة ان الاهلي يرى انه سيخاطب بالتحاد الكورة. اه مثل ما خاطبه قبل كده عدة مرات فيما يخص الحكام. وقال انه ما كانش فيه جدوى دايما لطلبات النادي الاهلي بالنسبة للحكام في اتحاد الكورة او يعني طلباته فيما يخص الحالات التحكمية. وطلب اكتر من مرة النادي الاهلي بحسن مصدرنا انه يبقى حكام دوليين هما اللي بيديروا هذه المباراة لهم خبرات كبيرة في الدوري المصري. طيب. دي حكاية. حكاية اخرى. بحسن مصدر لنا في النادي الاهلي. نفلنا تماما تماما تماما. شوف انا 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 تايما بقيت اوة اربعة ايام بان في الخبر ده. وانفيه لحضرتك تاني النهاردة. ان في غرامة وقعت على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي بحجة رفضوا التواجد في قائمة المباراة واعتراضوا على الجلوس احتياطيا لمصطفى شبير. بحسن مصدرنا قال لنا كابتن خارب بيبو مدير الكورة. موقعش اي غرامة على الشناوي. وان الامور ماشية بشكل جيد. وان استبعاده في المباراة جه بعد جلسة مع مرسل كولر يوم الاربعاء الماضي. وشهد الاتفاق على تواجد مصطفى شبير اساسي في مباراة الزهاب امام الترجي التونسي. وبالتالي كان لابد ان يشارك في مباراة اليوم مصطفى شبير في الدوري. وبالمناسبة برضو. شناوي هيبقى موجود مع النادي الاهلي في مباراة الترجي. او بمعنى اضاك هيبقى موجود مع النادي الاهلي في تونس. هيبقى موجود في القائمة ولا لا الله اعلم. دي بحسب حالته البدنية والفنية والطبية. الصورة دي تنفي كل حاجة. الصورة دي كان منزلها كابتن واي الجماع عنده على انستجرام وعمل لها ريبوست محمد الشناوي. محمد الشناوي هو بيحضن مصطفى شبير. وانا اقول لكم قبل كده ان العلاقة بين مصطفى شبير ومحمد الشناوي علاقة عميقة جدا ومهمة جدا. انا متأكد ان محمد الشناوي فرحان للمستوى اللي قصل لي مصطفى شبير. ومتأكد اكتر ان مصطفى شبير لو جي بكرا قعد ومحمد الشناوي علاقة مش هيتدايق مصطفى شبير. ولو محمد الشناوي قعد ومصطفى شبيع الاعد مش هيتدايق محمد الشناوي. في حكاية كده دايما بتحصل ايه? لما اتنين بيبقوا كويسين اوي. لازم تحول ايه? تتدخل في النص كده محولة فتنة بين الاتنين ليه؟ والاتنين كويسين والاتنين ان شاء الله يبقوا موجودين مع منتخب مصر في المعسكة اللي جاية والاتنين مستقبل تحديدا مصطفى الشبير مستقبل لمنتخب مصر محمد شناوي مازال هو الحارس الاول في مصر حاليا فمش محتاجة مشكلة وازمة يعني طيب برنامج رحلة الاهلي بقى لتونس لمواجهة الترجع هتكون عامل ازاي؟ الاهلي حدد السفر لتونس في السامنة مساء الاربع المقبل هتمنى يا جماعة الكلام يلا يعني الاهلي حدد السفر لتونس في السامنة مساء الاربعين المقبل استعادة لمواجهة الترجع الاهلي هتضرب مرتين في تونس وماء الخميس والجمعة وفقا للتفاق السويسر مرس الكرة المدير الفني مع خالب بيبو مدير الكرة الاهلي هيعود مباشرة بعد انتهاء المباراة الى القاهرة حيث ستغادر البعثة من ملعب رادس الى المطال للتجهيز سريع لمباراة العودة وخالب بيبو مدير الكرة بالاهلي وسامير عدل المدير الاداري هسبقان بعثة الاهلي الى تونس من اجل ترتيب كافة الامور التنسيقية الخاصة برحلة الفريق ان شاء الله بيذن الله يرجعوننا ايضا بنتيجة تطمننا قبل مباراة العودة مصدر في النادي الاهلي قال لنا ان محمود الخطيب رئيس النادي هيتواجد في احدى تدريبات الفريق قبل السفر الى تونس من اجل تدعيم الفريق قبل خود زهاب نهاية دورة ابطال افراقيا الخطيب بنسبة كبيرة هيرافق بعثة الاهلي الى تونس ولكن لما يتحدث كان سيتغلل رئيسة البعثة او هيكون مرافق فقط للبعثة حتى الان طريق انديل هو اللي ممكن يبقى هو رئيس البعثة لو الخطيب او كابتن كبير كابتن محمود الخطيب مش هو رئيسا للبعثة مما اننا دخلنا في قصص وحكايات الحكام كعادة يعني النصف الثاني من الموسم دائبا هكون معنا بعد الفاصل ان شاء الله الكابتن حمد القاضي عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لقرة القدم خليكم معنا اهلا بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينوارني في اهزة الفقرة الكابتن كبير كابتن حمد القاضي عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لقرة القدم يا فندم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معايا اهلا بيك كريم متعلق دايما اهلا بيك وبضيوفك وبكل جمهورك الكريم حبيب نورنا عادة كنت لسه بتكلم في دقيقة قبل الفاصل انه النصف الثاني من الموسم تحديدا بتبدأ بقى البيانات وتبدأ الناس تتضايق من الحكام ويبدأ يتقال كلام وانه الحكام عندنا مش مؤهلين وما عندناش كواليتي والحكام هات الحكام الدوليين بس معنا كده ايه كم جملة كده دايما في النصف الثاني من الموسم مع كم بيان يعني من كل الاندية تقريبا صحيح عشين الاجواد ازاي بقى انتو فرانك طبيعي طبيعي هو لما توصل لمرحلة المنافسة بقى ومرحلة بتحديد المراكز الاولى وتحديد المراكز الهبطة ده بيحصل طبيعي ان الناس بتطالب بالكلام ده فاحنا خلاص احنا متعودين على كده ومستعدين وجاهزين لكده وده السيناريو احنا حفظينه مستعدين لازاي بقى مستعدين بنوعية الحكام كوالية الحكام بتدريب الحكام وتجهزة واختار الحكم المناسب صاحب الدوافع صاحب الخبرات اللي ممكن يديري المباراة دي ويطلح على البرى الامان طبعا احنا بناخد بالاسباب والتوفيق بتعرض بنا وارد طبعا اخطاء تحصل وارد الناس تزعل لكن في الاول وفي الاخر انت بتجتهد وبتعمل عليك والتوفيق بتعرض بنا حلو انا هديك نسال فاضح الاهلي النهاردة مثلا حسن معلوماتنا يعني من جوة النادي الاهلي انهم كانوا مدقين جدا من طاقم تحكيم المباراة النهاردة من حاكم السهل هاقلك انه لا احنا عايزين حكام دولي حابل نفس على اللقب ده الاهلي زمالك بكرة هيقولك كده هيقولك لا انا عايز ما يحكم ليش للحكام دوليين لان ده اللي بتصريع على الهبوط غريبا انا هيقولك احنا ده مستقبل الفريق في الدوري فانا عايز حكام دوليين بتعمله بقى في الامور اللي زي كده هو السؤال بس كلمة حكم دولي يعني يعني حكم ما بيغلط لا الحكم الدولي والحكم الصغار وحكم الكبير كل الناس بتغلط كل الحكام بتغلط لكن احنا لنا فلسفة في التعين بالتأكيد الحكم الدولي حكم خبرة وعنده خبرات لكن هو مش هيدير السبع حكام الدوليين مش هيديره كل الدولي احنا عندنا تارجت ان احنا عندنا صف تاني وعندنا صف تالت بالتأكيد احنا مجهزين الصف التاني اللي احنا هندفع به ورا الحكام الكبار اللي هيطلعه من قايمة دولية يبقى منجهز الصف التاني كمان احنا لنا فكر إن إحنا نخلي الحكم ببالي دافع مش مجرد الحكم الكبير لابي بينزل وغيره خلص هو تعود على أجواه ده بخبرته بيخلص المباراة لكن إحنا كمان يهمنا إن إحنا نخلق الدوافع نخلق التنافس بين الحكام الصغيرة وبين الحكام الكبيرة وده في الآخر لصالح التحكيم المصري طول ما فيه تنافس فيه مستوى أعلى في التحكيم المصري سألك شو أيل وده ليه بيتكرر عليكم طول الوقت يقول لك والله إحنا جماعة لما اللعيب عندنا بيغلط كجهاز فني مثلا بعاقب اللعيب الإدارة تقول لك مثلا أنا لما الجهاز الفني بيغلط باقيله أو بجيب جهاز تاني أو بغير في الجهاز الفني الحكام لما بيغلطه ويتم معاقبتهم إحنا ليه ما بنعرفش والناس كلها بتعرف إنه اللي عبدأ تعاقب والمدارب ده مش إش معنا إحنا ما نعرفش إن الحكام ده تعاقب تحوي يا لجنة الحكام بتطالب لأن دي أنا هتعلن عقوباتها؟ ما بتطالبش إحنا مش بنطالب وكمان إحنا حكامنا ده القضاء إحنا بنحافظ عليها ما عندناش حاجة اسمها عقوبات كلمة عقوبة دي لما بنقولها بنقول إن الرجل الحكام ده عمل سروق لكن العقوبات الفنية الأمور الفنية ده بتحصل بتحصل على مستوى في العالم في كاس العالم وأكبر دليل ماتش ريال مدريد حصل فيه خطأ كبير من أكبر حكام العالم هل الحكام دولة وحشين؟ لا ماش مؤهلين ما هم ماش متضربين وجهزين لكن الأخطاء هتحصل هتحصل دايما أو بنزبط له أموره إحنا لنا أساليب تربوية ولينا طرق نعرف نتكلم بها مع حكامنا ونعرف نخليه نديله الحافظ اللي يرجع زي المكان مشكال مختلفة آه ممكن تقول مثلا أنا مش هقول إن أنا عقوبة الحكام ده مثلا يعني بالإقافة أربع جولات بجولتين تلات بس على الأقل إحنا حتى كإعلاميين أو كمتابعين عايزين نعرف إيه هي الأفكار بتاعتكم أو أسلوبكم في العقوبات بيبقى عامل إزاي يا الله أنا الحكم اللي بيغلط في المباراة خطأ أثر عن دكت المباراة بيحصل له كذا الحكم اللي بيخطأ خطأ فني بس ما أثرش عن دكت المباراة بيحصل له كذا على أقل إن بقى فاهمين إنتوا شاطرين وبتعملوا إحصائيات وبتعرفوا مين اللي بيلعب ومين اللي ما بيلعبش ومين اللي بيختفي عن بلافترات ومشارات إلعابك إنه يبقى ده معلن هو لا هو مش عيب هو حفظنا حكامنا حكامنا هم قضاء لازم يبقى لهم أسلوب مختلف في التعامل عن الجمهور وعن اللعيب زي ما أقول لحضرتك إحنا كاللجنة حكم مش بنطالب لأن دي أنها تعلن عن اللعيب أخطأ إزاي وعقبته إزاي هي وإسلوبها فده أسلوب إدارة ما ينفعش إن أنا حضرتك قاضي أقول لقدام الناس إنه ده تعاقب وتاني يوم هيروح لك المباراة أو بعد أسبوعين أو بعد شهر وتقول هؤل حكم المعاقب جالي أو الحكم اللي كان وحش جالي هل هي زي ما إنت حلوك قلت كده أنت قلت حاجة مهمة جدا إنه الحكم كده كده هيخلط مفيش خلاك وكده كده هيعاقب أو بمعنى يعني بمعنى قلطف شوية عشان إنت مش عايز يعاقب هيبقى عنده مثلا استباعات شوية عشان غلط غلطة فممكن حكم تاني ياخد فرصة إنه شوف لها أي صيغة بس هي مش عيب يعني حتى لو تعاقب وقعلن دوت بس العالم كله بيعمل كده حتى لحد في العالم بيعلن حقوبة حكم طيب فيه برة بيعملوا حاجة حلوة أوش غير بقى الإعلان عن حكوبة الحكم يعني مثلا لو حكم النهاردة غلط ألاقي مثلا لجنة الحكام نعتبر مثلا في الدول الألمانية في الدول الإنجليزي نلاقي الحكام روح مطلع بيان اتحاد الكرة بعدية روح مطلع بيان يعني أنا فاكر السنة اللي فاتت كان مطش لورتوند بس مش فاكر منافس مين بس تريبا المطش ده ضرب الجزائي ما تحسبتش لصالح دورتوند ضيعت منهم الدورش أصلا يعني بزبوت بعد المباراة على طول لجنة الحكام واتحاد الكرة كلهم بيطلعوا بياناتي وضحوا أيوا كان عندنا غلط النهاردة وخلص وحنتخذ التدابير اللزمة ماعرنوشوا لوكوبة صحيح؟ احنا ليس ما بنعملش كده والله بص دي يعني بتهدي الأوضاع خالص لا لا هو ثقافة مجتمعات احنا بندير كرة الكرة بشكل مختلف الأندية في مصر بتدير الكرة بشكل مختلف عن أوروبا وبالتالي برضو الحكام في مصر وبيداروا بشكل مختلف وبعدين مش هو ضرب الموضوع يعني هو التحكيم هواش أخطاء يا جماعة هو ليه دايما الناس لما بتتكلم على التحكيم بتكلم على أخطاءها وعقوباتها وفضائحها ومشاكلها ليه من تتكلمش على النص الكوبة المليانة طبعا ليه من تتكلمش على التحكيم المصر النهاردة صح حجينا أنا والله هاجي أنا بتاع النص الكوبة المليانة انا في الحكام عايزين نتكلم على مستقبل التحكيم المصر طبعا يا سلام ده أنا حيب أول كلام حيث مش بغرب من السؤال بس أنا عايز أقولك من العكس إن كل الناس بتتكلم بشكل واحد عدائية من التحكيم أولا أولا التحكيم ليس جزء منفصل عن كرة القدر 100% تحكيم عنصر زيه زي الإدارة زي التدريب زي الطب الرياضي زي علم النفس الرياضي كلنا مكمني لبعض طبعا والصالح العام في الآخر الكرة المصرية صح فلازم نفكر بشكل ده هجيلك بقى بص الجزء الأغلب في هذه الحقه عن الإيجابيات تفضل وحتى السابق اللي بكلم عن هداية هي بس بتوديدها النقطة مهمة جدا إن احنا زي نحسن من الأمر صحيح أنا بكلمك على فكرة إنه حراك بتقول لي إنه الوضع عندنا غير في أوروبا طيب لو الوضع عندنا غير في أوروبا في أوروبا ما بيعلنوش عن العقوبات صحيح هما يعني إحنا بقى عن العقوبات أهلي وسين وفي غضب وفي بينات طلع من هنا ومن هناك نحن أنت طلعت وقلت أنا كلاجنة الحكام بعترف بخطأ حاكم النهاردة صحيح وأنا كالتحاد الكرة بعترف بالخطأ النهاردة وهنتخذ التدابير اللازمة شكرا صحيح الحكاية خلصت لحد هنا ما فيش إحنا ما عندناش مشكلة على فكرة إنه إحنا إنه نقول فيه أخطاء ومعترفين فيه أخطاء فيش مشكلة خالص بس هي القليلية عايزة حرافية شوية عشان بتتعامل مع مجتمع ممكن يتقبل ذلك أو لاغ أنت بتعرفش رد الفعلي باويه لأن انت بتشوف على السوشيال ميديا فيه ناس بتجيب لك اللعب حصلت في سنة سبعين وتقول لك دي فيه مشكلة حصلت في سنة سبعين ونس بتركب مش أنتوا أخدتوا الدوري بكرة دي وإحنا أخدنا الدوري بكرة دي أنا ماليش دهوة لا أنا بتكلم بصفة عامة كمشاهد أو كراجل بتاع كرة طبيعي فإحنا يعني الموضوع محتاج حرافية شوية في التعامل مع الجمهور المصري لأن انت بتعرفش رد الفعلي ممكن يبقى إيه لا هو رد الفعلي دايما بيبقى سلبي لو ما فيش رد الفعلي من جانبكم ده حقيقي هو بيبقى سلبي أكتر يعني نفضل الناس تخبط هنا وتزعق هنا وبيان يمين وبيان شمال أنا بقول لك لو لدي الحكام تلعي تقالية والله يا جماعة أيوة كان في خطأ وعادي أنا وعدك أنه ندرسك كلام ده عظيم جدا أنا مبسوط جدا أنه إحنا بدئين من الجزائية دي أنا من الناس اللي دايما هنا بقول إنه الحكام بتوعنا لأ بخير بخير بيقى مش الشعرات لأ حكام كويسين وبالمقرنب اللي بنشوفه كمان حتى في أوروبا عادي فيه أخطاء كبيرة حكامنا في كاس المنوم الأفريقية الأخيرة كانوا حاجة مشرفة جدا حكامنا مطلوبين في كاس عالم مطلوبين في أولمبياد حكامنا بقوا حاجة كبيرة دلوقتي إحنا ماشيين بمنظومة سليمة إمتى نحس إنه حكامنا مكرمين بقى في مصر هنا مكرمين دي اللي هو إيه من طرف مين من طرف الجميع يعني اللي هو لجنة حكام في مستحقاتهم المالية إعلام بيقدر شغلهم جمهور ما بيقفلهمش على الوحدة إمتى نشوف الحكام مقدرين من المنظومة بشكل كامل والله يا كابتن الموضوع دا صليم مش طرفه لجنة حكام بس طرفه اتحدات الكرة المتنوقة مجالس ادارة الاندية الجمهور بتاع الاندية الإعلام نفسه اللي حضرتك بتمثله لازم تقوم بحملة بالشكل دا لكن هو هي دايما دايما في العالم كله بالذات في الوطن العربي ومصر تحديدا إن الحكم هو ضحية المشاكل هو أقرب حاجة نعلق عليه ما لوجه جماهية آه ما لوجه حد يدفع عنه طبعا لكن يعني نقدر نقولك إن إحنا تعودنا على كده إحنا يعني بنحاول آه طبعا نتواصل مع الاندية نرضي الاندية فيما يخص تطوير التحكيم وإنه كل واحد ياخد حقه بيختار الحكم المناسب في المقرار المناسبة لكن إحنا مش هنقدر ننفس مش هنقدر ننضرب الناس كلها مستحيل الحكم بيرضع عنه 50% فقط الفريق الفايز حتى لو كان نجم حتى ما كانش عنده خطار الفريق المهزوم دايما جمهوره وإدارته وإنديته دايما بيرموا الخطأ الحكم وخلص إحنا بالنسبة لنا ما بيتش دي مشكلة على فكرة خلص إحنا تعودنا على الشكل ده واخدناه بشكل بصدر راحب أنا هقول لك حاجة ليه علاقة بلجلة الحكام لو أنا حكم هروح لكابتن حمدي سوف أتعودوا مجلس إدارة واطلم منه وكابتن حمدي بيطلم من رئيس اللجنة بيطلم من رئيس اللجنة بيطلم من اتحاد الكورة فأنا هتعامل للوقت إن أنا حكم أنا هروح لي أكلم مين هكلم أعودوا مجلس أو أعودوا لجلة الحكام أنا دلوقتي عندي مشكلة في المستحقاتي ده صحيح أنا مبيخدش فلوس كويس أنا بكلمك كحكم أنا عندي مشكلة إنه مفيش عربية بتوصلني الملعب زي الأوتوبيسات بتاعت اللعيبة أنا بروح بعربيتي وحسب الظروف في الطريق أنا كحكم لو في نادي أو لعيبة أو مدربين تلقوا هاجموني وعملوا وعملوا فيها محدش بيعمل لهم حاجة طبعا إنت بقى كلاجنة الحكام هتديني المستحقات إزاي أو تعدلها إزاي هتحميني إزاي عشان أنا بقى أنا بلعب أبقى متطمن ومرتاح رغم إن أنت رجعت برضو نص الكبال فاضي وصيبت النص الكبال العيان لكن هنقول بالعجز عايزك تقولي إيه تقولي والله بيأخذوا مستحقتهم أدك دورة لا لا إحنا بص فيما يخص دورة النيل أو الدورة الممتاز دلوقتي ربطة الأندية هي المسؤولة عن إنها تصرف البدلات وحكام وأعتقد دلوقتي إن إحنا بدأنا بانتظام ننصرف بدلات أعتقد لغاية الأسبوع 16 كل حكام الدورة الممتاز حصلوا على مستحقتهم تبقى مشاكل القسم الثاني والثالث والمسابقات الأدنى لأن دي المفروض اللي بيدفع الفلوس دي اتحاد الكور إحنا بنقدم طلو اتحاد الكورة تقريبا في الأول طلع لنا أسبوعين في أسبوعين ودورة في سلطة أسابيع كمان طلعوا لبقى الأقسام لكن دي مشاكل مادية لا نقدر أحلها ولا حضرتك يقدر أحلها ولا رئيس مجلس إدارة الاتحاد يقدر أحلها إلا بتوفر إمكانات مادية لأن دي فلوس عايز تدفع ببساطة الفلوس تتوفر وبنطالب وبنكتب مذكرات لمجلس إدارة ولما بتبقى فيه فلوس في مجلس إدارة أعتقد أنه مش هيبخل على أولاد الحكام لأن ده حق أصيل والحكام والمنتخابات هي الأبناء الشرعية لاتحاد الكورة يعني دي شو غلالتهم فأعتقد إن شاء الله في فترة الجاية إحنا مركزين في القصة دي وأعتقد إن شاء الله التحاد الكورة بالموارد اللي هتجيله قريب هيحل الأزمة دي إن شاء الله بسؤال ده حكامنا دلوقتي مع اللجنة مبسوطين أو مش مبسوطين؟ لا مفيش انبساط كامل طبعا مفيش زحل كامل لكن إحنا مش يعني إنت حضرك لما تيجي تخطط للتحكيم المصري إنت بتبحث الترجمة في دماغك لمصلحة مصر ما هيش لمصلحة أفراد الأفراد ده هم بيمثلوا المنظومة لما تيجي تعمل تشوف الهدف الأسماء للتحكيم المصري الهدف الأسماء للتحكيم المصري يعني كنت تعمل صفوف متتبعة إحنا عندنا ما شاء الله النخبة بتوعنا كلهم ما شاء الله في كاس الأمم زي ما حدك قلت ومرشحين لكاس العالم وده إن شاء الله ربنا يكرمنا فيه عندنا طعم أكتر في كاس العالم يجيه إن شاء الله الهدف الثاني إحنا نعمل صف ثاني ونعمل صف ثالث يدير المسابقات إحنا الوقت بنعمل بنعمل نشتغل بندير مباراة في دور المحترفين فإنت عايز توصل حكامك إنهم يبقوا على مستوى دور المحترفين هاي فده المستوى ده الحاجة الأعلى في ناس هتبقى مش مبسوطة لأنها مش موجودة في المستوى ده مثلا اللي بيلعب في دور الأقل هو يهيأ له إنه هو لازم يبقى في المستوى الأعلى طبيعي كل أحد بيحسن نفسه طبيعي فمستحيل إن كل الناس كل الناس لكن إنت طالما بتحقق التارجة اللي إنت رسمه للإتحاد الكورة والإتحاد الكورة متفق مع لجنة الحكام عليه والأندية بتاخد حقوقها مش بالنسبة 100% طبيعي أكيد فيه أخطاء لكن على الأقل هم شايفين إن فيه اهتمام وفيه اكتهاد إن إحنا ندي الأندية حقوقها ما فيش مشاكل كبيرة في المباريات يبقى أنت محقق الهدف اللي إنت عايزه زعل الأفراد فوق دماغنا وعينة لكن لما تبص الموضوع بصفة أشمل وموضوع أعمق هتلاقي إن إنت هو ده الانبساط وهو ده الصح اللي إنت بتعمل عظيم السؤال دائما يقرر عليكم كلجنة ماذا قدمت لجنة بريرا حتى الآن ليه كرة القدم المصرية شوف السؤال ده حلو عوقي بص ممتاز سؤال ممتاز بص عشان نبقى عارفين لجنة الحكام بتاعت مستر بريرا مهاش منفصل على اللجان الصادقة إحنا كنا أعضاء في اللجان الصادقة وبريرا ما جاش شطب على اللفات كله واشتغل من جديد ده كلام مش مظبوط لإن فيه ناس بيتهيئة لها بالعكس بريرا لما جاء الراجل عمل سيرفي أو استبيان مع الحكام مع الأندية ومع لجان المسابقات ورجان الحكام وانتوا فيه إيه وصلنا لإيه أو إحنا عايزين إيه وعمل الكلام ده على مستر الحكام وجمع بيانات وعملنا data base لكل حكام مصر واشتغلنا على القديم إحنا ما لغناش القديم لإحنا مستحيل نلغي القديم لإن صناعة حكم ما بيبقاش سنة من مستحيل مستر بريرا أو أي لجنة كانت مين هي تعمل حكم في سنة ده موضوع بيتخطط له من سنين طويلة إحنا ابتدينا من حيث انتهى الآخرين لإن إحنا كان عندنا ناس محترمة مش غالف اللي جان فبدأ يعمل ياخد مننا data إيه اللي إحنا وصلنا له إيه اللي نقصنا من خلال الستبيانات من خلال جمع data base بتاعة الحكام إحنا عرفنا إنه عندنا هرم مقلوب عندنا العدد الحكام الدرجة الأولى أكبر من الدرجة الثانية وأكبر من الدرجة الثالثة وأكبر من الجدد عرف إنه إحنا عندنا حكام كتيرة دخلت في السنة الأخيرة دي ما لهمش عدد مباريات في المناطق فبدأنا نعمل الكاتوجر الجديد ده اللي هو بدل ما درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة قسمناهم لست مستويات ده تقسيم تنظيمي قائم على الأمور الفنية من السنوات السابقة يعني بريرا ما هدش المعبد أو بدأ من جديد ده حاجة مهمة إيه اللي نقصنا اللي نقصنا إن إحنا نشتغل على المرأبين المحاضرين نكمل شغل اللي جانب السابقة خدنا نفس القصة بدأنا نشوف مين اللي كان معتمد مين اللي كان بيشتغل في الكاف استعنى بناس كتيرة في ناس موجودة ناس مش موجودة فبدأنا نبني طب التصنيف اللي جاه أو الكاتوجر اللي جاه ده جامنين من التأريل بتاع السن السابقة فمعنى كده إن إحنا خدنا الداتا بتاع السن الفاتقة وبدأنا ناخد أفضل الناس هم دوروا بقيوا سي وان أو كاتوجر ايه وكاتوجر تو وسري وهكذا عشان نعرف نعدل الهرب يبقى أفضل ناس هم النخبة اللي بلعبوا الدور ومتاز ممتاز القاعدة بتعرض شوية بنلعب دور محترفين قسمة ثاني وثالث وهكذا عشان نعرف نركز معدد لأن من المستحيل إن بقى عندك مثلا 800 حكم درجة أولى كلجنة حكام انت تقدر تطور أداء 800 حكم ممستحيل يكون عندك 800 حكم نخبة لكن لما يبقى زي السنة دي عندنا 36 حكم بس بيضروا مسابقة الدور ومتاز و 52 مساعد تقدر تشتغل معهم تقدر تتداول إذا كنا نحن بالعدد القليل دلوقتي والحكام بتشتكي من قلة المباريات وده شيء طبيعي إن أنت عندك عدد مباريات محدود وعندك كمية حكام أكبر مما تطلب فهي دي القصة إن إحنا بدأنا ننظم اللي هتعمل قبل كده عمره متلغة بننظمه بنشوف إيه النواقص وإيه اللي إحنا محتاجين نكمل هو ده اللي اشتغلنا عليه السنة دي والنتائج مش هتبان دلوقتي هتبان عالمدى البعيد يعني بدأت مرحلة الأولاد دان إن إحنا عندنا بقى صفتين إحنا عندنا صفتين دلوقتي ما شاء الله وعندنا دوري محترفين على أعلى مستوى اتلعب فيه 280 مباراة على مدار 28 أسبوع كل الحكام اللي بتديره حكام مش في الدورة الممتاز كلهم شباب صغيرين آه أي نعم فيهم بعض الخبرات اللي كانت بتدير في الدورة الممتاز لكن عندنا شباب صغير طالع متوسط أعمارهم 31 سنة وشوية عندنا مساعدين وعادين طالعين متوسط أعمارهم 32 سنة عندنا كمان القسم الثالث انت لا تتخيل إننا عندنا 1400 وشوية ماتش في القسم الثالث وبعدين عندنا حوالي 400 و500 ماتش في دوري الشباب 2005-2007-2009 مباراة ودية مباراة تصنيفات القسم الثالث لعبهم ولاد اللي هم سيسري أو التصنيف الثالث ده متوسط أعمارهم 30 سنة في 150 ولد تحت أنا أسف كلمة ولد طبعا عشان هم ولادنا يعني حكم شاب زي الفل لتحت 30 سنة السنة دي اعتمدنا عليهم اعتمد كامل في القسم الثالث لم يدير أحد من قسم الأول أو الثاني مباراة قسم الثالث قسم الثاني نفس القصة 72 حكم وتقريبا 140 مساعد أو 160 مساعد بيديروا البطولة الناس دي بتتداور مباراةهم وتقريرهم وفي الآخر بنوصل للصفوة اللي هم يتدرجوا السنة الجاية للمستوى الأعلى وهكذا بحيث ان يبقى عندنا ما عندناش فجوات في الأجيال ان احنا فيه فيه وقت من القطة هيحصل عندنا فجوة لو ما عملناش كده عندنا مستوى الحكام المساعدين مثلا لو انت بصت في المساعدين حكام مصر ورائعين هتلاقي متوسط أعمارهم فوق 40 سنة ممتاز مش مقبول في الفترة اللي جاية هاي طيب عايز سألك على يعني عوضا على السؤال الأول اللي سألناه فيه ما يخص ان المنافسة سخنت والدنيا بيبقى فيها انتقادات وكثير من البيانات حدقين على مستوى أصعب الفترة اللي جاية وفيه على المنافسة تحديدا على الصدار الموضوع في أهلي في زمالك وفي بيراميدز وفي عندها أخرى على الملاكز اللي كمان مؤهلة أفريقيا لو حد بكرة جي قالك أنا من حقي أطلب حكم أجنبي طاكم تحكيم أجنبي هيبقى موقفك إيه وانتو كان لكم موقف تاريخ ومهم منه كنتو مصرين دايما وأبدا عن الحكام المصريين في كل المباراة أعتقد سياسة اللجنة واضحة بدعت من مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول وكاس الصوبر التعمل في الأمارات 14 حكم ومساعد وحكم فار هم الأقدار والبطولة في الأمارات كلهم مصريين نعم نستعين بأي حد أجنبي برضو الدوري الآخر مباراة للأهلي والزمالك بيداري حكم مصري سياسة اللجنة رفض الحكم الأجنبي بأي حلم الأحوال الله قال عم إيه المستجدات يعني لكن دي سياستنا ودينيتنا في اللي جاي إن إحنا مش هنستعين بالحكم الأجنبي هو مين في أفريقيا أحسب من الحكام المصريين حكام النخبة بتوعنا مين أحسن منهم آه لا بس إحنا في الجملة الشهيرة دي اللي يقولك إيه يا عم رايح دماغك بدل ما يبقى فيه ناس بتتخاني وناس بتتخاني هتحكم أجنبي ما هو هو بينه وبينك لو ورا إحنا دماغنا يبقى إحنا مليش فيش تغل لصالح مصر هي ممكن ترايح دماغك زي ما أنت بتقول كده وما تشتغلش في مصنعات مصر حكام النخبة بتوعنا لما بيدروش المباراة الكبيرة بتاعة مصر لما الكاف يبص في مصر يلاقي حكم الأهلي والزمالك حكم أجنبي هو مليفين النخبة بتوعنا اللي احنا بنأهلهم لكاس العالم أنا اعتمد عليه زي زي كيدنا وبتاعتمدش عليه بالزبط كده فلا احنا بنصدر صورة سيئة للتحكم مصري بوجود حكم أجنبي لكن احنا مصرين إن شاء الله إن شاء الله واتحد الكرة معنا في القصة دي إن احنا الحكام المصريين هيديروا كل بطولات الدورة المصري احنا عايزين نصدر الحكم المصري بقى يروح الدوريات الأجنبية يروح الدور السعودي يروح الدور الإماراتي الدور القطر اللي بيستورد حكام أجنب احنا مش أقل من الناس دي بالعكس إحنا إن شاء الله حكامنا هيبقى موجودين في كل المحافلة الدولية إن شاء الله هل فعلا تم إقاف الكابتن محمود عشور؟ احنا ما عندناش إقاف لحد احنا زي ما قلت لك احنا عندنا أسليب نتكلم فيها كابتن محمود عشور الرجل تكلم بشكل على مستر بريرا في اللي بتاع ده في الإعلام فالرجل هيقعد معي يحل الأزمة دي وكان هو كلمه دخلة قريبة مستر بريرا وقال أنا ما عنديش مشكلة شخصية مع محمود عشور احنا بنتعامل كحكام ولجنة حكام أي حاجة هنعالجها جوانا لإن إحنا إحنا مش موجودين عشان نعاقب حكامنا إحنا موجودين نخدم حكامنا نساعد حكامنا حتى لو هم في بعض الأحيان افتكروا أو افترضوا إن إحنا ضد حد بعينه ده مش صحيح ورد نغلط طبعا ورد سيء الاختيار في وضع معين نسيق القرارات لكن مش ممكن لجنة حكام تبقى ضد حكامها ده مستحيل كابتل محمود البنى بعد مباراة الزمالك وش موحة كلمتوا معا احنا عندنا تحليل فني وعندنا تجمع إن شاء الله يوم 17 الأسبوعين أو الثلاثة الأخرين هنبقى احنا بنتكلم بشكل شخص الأول بعد المباراة لكنا احنا بنعمل دي بريفنج أو تحليل الحادث بعد كل أسبوعين أو ثلاثة أسبوعين اللي فاته ما كانش فيه توقفات المتشاط متلحمة فعندنا 17 أو 19 حيث كده يوم كامل في الاتحاد الكورة هنشوف كل الحالات ونضع الحكام الإيجابيات والسلبيات ونطلع إن شاء الله بإيجابيات نستفيد منها في المحارب هل أضار أي مباراة بعد مباراة الزمالك واسموحها؟ هو لسه كلام ده ملحقش ملحقش الرجل يعني بس لسه ما فيش عقاب لا ما عندناش عقاب بالشكل أنا بكلم عقاب فني أنا فاهم تقصد إيه أنا ما قصدش إن انت بس هم بتقوله أنا هوقفك بس بوك اتبعده مباراتين أو ثلاثة ده دي حاجة من الحاجات الموجودة في اللجنة صح؟ دي قلية طبعا قلية العقوب الحكم لما يخطأ لكن إحنا بيتكلم على حكامنا الكبار إحنا حكامنا الكبار محتاجين لهم يديروا مباراةنا من وجهة نظر الرأي العام إن إحنا نوقف حمدي أو نوقف محمود البن من وجهة نظرنا إن محمود البن هيلعب الأسبوع الجاي ده موضوع فني باحت ليه حسابات فنية في المباراة وتدور المباراة لإحنا ببص الجدوى اللي غاتل الأسبوع لها البعض راتين الناس بتبص برضو الأسبوع اللي جاي ماتش مين ومين لكن إحنا بنبقى مهندلين الأمر لمدة 6-8 أسابيع لإحنا عارفين فيه مؤجلات جاية فيه ماتشات جاية فإحنا أنا مش عايز أحرق الحكم بتاعي أو عايز أكرره للنادي بتاعي فأنا بهندل الأمر إن أنا أحطه في ماتش ده عشان أنا عارف إن أنا محتاجه بعد 3 تسبق في الماتش ده أسألك على حالة كمان فيما يخص المحاضرات اللي ممكن تدوها للأندية أو تتكلمها مع الأندية والمدربين واللعبين فيما يخص التعديلات الكتير اللي بتحصل طول الوقت في التحكيم هل ده بيحصل أو ما بيحصلش بس هو التعديلات أولا الجدل اللي بيحصل فيه تعديلات بتحصل بنصف المسلم لا الآيفاب أو المجلس التشريعي اللي هو بيشرع التعديلات كل سنة ده بيعملها بتطلع بشهر ثلاثة وبتبدأ تطبيقها من 1-6 في البطولات الجديدة أو 1-10 حسب البطولة يعني إحنا مش هنخلص وحد-6 فبالتالي هنشتغل على قديم فما مفعش نعمل دوت عند الناس إن إحنا نشرح لهم تعديلات مش هتتطبق على الموسم الجديد ده يحصل قبل بداية الموسم الجديد طب قبل بداية الموسم اللي فاتح عادنا مع الناس إحنا بعتنا لكل الاندية وكان فيه اجتماع للاندية وكان فيه اجتماع للإدارين عندنا مع مستر بريرا واتكلمنا في التعديلات واتكلمنا في التوضحات وشرحنا وعندنا جواب مبعوط لكل الاندية أي حد من الاندية وادنا بعلينها هو على الأعلن أي حد من الاندية محتاج حد من لجنة الحكام يدّم حضرات المدربين للإدارين إحنا مستعدين بدون أي مقابل لإن ده دورنا إحنا ولجنة الحكام والمدربين والإدارين حاجة واحدة زي ما قلت لحضرتك وفي الآخر كلها هيصب في مصلحة صورة الكورة المصري صحيح فإحنا مستعدين صحيح أنتوا أنتوا كلاجنة كده وتقيموا الحكام وتقيموا منظومة التحكيم دلوقتي وتقولوا إحنا ماشيين بشكل كويس وأنا عارف أنتوا بتحاولوا تيبوش بشكل كويس طول الوقت تقيم اللاجنة أو تقيم شغل اللاجنة أو تقيم حكامنا في مصر من عشرة كام دلوقتي بص يا كابتن أنا عشان شغلي كله ودرست إدارة لما تيجي تقيم حد اللي بيقيم الحد اللي جايبه يعني حضرتك جايبني كضيف بتقيمني اللي متعقد مع اللاجنة أو مع مستر بريرا واللاجنة مجلس إدارة الاتحاد هو متعقد عشان حاجات معينة عايز يحققها فالمفروض أن متابعت وتحقيق النتائج ده أمر وحقه أصيل لمجلس إدارة يقعد مع اللاجنة وشوفه انت وصلت الإيم اللي إحنا عالينا لكن أنا مقدرش قيم نفسي أنا أقدر أقيم إداء حكامي وقول إن إحنا ماشيين بمعدلات على أعلى مستوى في العالم إن إحنا نسبة أخطأنا في 162 مباراة اللي لعبت في الدورة المتازلة هاد دلوقتي النسبة رائعة الأخطاء بسيطة في مباراة قليلة جدا مباراة بسيطة بشكل مهني وشخصي بشكل فردي دي كده وكلاجنة تنظروا إزاي للتحليل التحكيمي في القنوات والمواقع والصحف والكل شيء أنا بالنسبة لك يا حمد حاجة مفيدة لأن إحنا تتلمزنا على إيدي الناس الكبيرة دي أنا لو عند حضرك وقت أذكر لك أسماء الناس اللي علمتنا التحكيم من الله يرحمه من كابتن حسام وكابتن محمود واثمان كابتن عبد الروفة بزيز الله يرحمه كابتن خليه ربنا تدله الصحة ست الله أحمد دادو الله يرحمه كل الناس العظيمة دي ناس العظيمة دي اللي علمتنا التحكيم إحنا اتعلمنا منها فبالعكس أنا لما أتفرج على السادة المحللين أنا باستفاد لأن دول أسادزة ودول زميلنا اشتغلنا معاهم كأعضاء لجنة وفيهم أسادزتنا كابتن عسام وكابتن جمال وكابتن عمد شناوي كل الزملاء الأعزاء الأصغر منهم كلهم بنستفاد منهم هي بس أحياناً بيبقى الكواليتي بتاع الحاكم الصغير ممكن بيبقى قلقان شوية لما حد يقوله ده ركل الجزاء دي مش عارفة بيخاف صحيح كل ده في الحساب صحيح كل الناس المحترم الأفاضل دي اللي بتتكلم في تحكيم أنا بقعد أستمتع واسمع منهم لكن في الأول وفي الآخر قرار اللجنة لما تقعد اللجنة مع بعضه تقرر أن الحاكم إيجابياته وسلبياته لأن حضرتك لما بتجيب حد من السادة المحللين بحل الحالة التحكمية أو لقطة أو اتنين لكن احنا بنشتغل مع الحاكم طول المباراة حاجات مش موجودة في التحليل الفني تحركاته، تمركزاته، أداءة المباراة تحملوا الضغوط، جهازيته، اللي يقتل بدنية، التعاون، ناصر التوافق تفاصيل كتير قوي فنحنا ما بناخدش لقطة، ممكن يكون غلط في راكل الجزاء صحيح لكن الموضوع أشمل وأعمق من راكل الجزاء حسبت أو أوف سايد جونة لغة أوف سايد لا أداء الحاكم وإحنا شايفين إن الحاكم الصغير ده جاي فمش هنخلص عليه عشان راكل الجزاء ما تحسبتش بالعاكل صحيح كبار الحكام في العالم بيغلط في راكل جزاء أتفئ معك مليون في المية بس كابتن حمدي حضرتك شرفت ونورت كنت سعيد جدا بالحوار معك أشكرك أنا سعيد بوجودي معك إن شاء الله وإن شاء الله التحكم مصري بخير إن شاء الله وبنتم من مصر وبنتم من الآن ده إن شاء الله التحكم مصري بخير شكرا جزيلا كابتن حمدي القاضي أدوة رجلة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم هنروح لي المؤتمر الصحفي الجوزي جوميز قبل مباراة نهضة بركان غدا إن شاء الله في نهاية الكونفدرالية ثم إلى فاصل ومن بعد نستقبل زملائنا الأعزاء محمد جمال وشهاب هيكل خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقر الأصدقاء الأعزاء محمد جمال وشهاب هيكل جيمي بنور الدنيا حبيبي أكيم أخبارك إيه؟ كله حبيبي أكيم كله تمام الحمد لله بص على وش جيمي كده مبسوط أو بص عيد مش بس كده عايز يبدأ كلام النهاردة قبل ما يتكلم على أهلي وبلدات المحلة بشكل عام عايز يتكلم على عمر كمال عبد الواحد ممكن أراهنك كمال كسبت الراهن كسبت الراهن فضل عمر كمال عبد الواحد يا كريم مش بس إنه قادر يثبت لجماهير النادي الأهلي وشفت الإنترو لما كنت تكلم على عمر كمال إنه صفقة ربحة وإنه صفقة ذهبية وإنه صفقة في مكانها وإنه رغم عدم القيد الأفريقي إلا إنه قادر يثبت لجماهير النادي الأهلي في المباراة الأولئلة اللي بياخدها بسبب حسابات كولر فيما يتعلق بدوري أبطال أفريقية كولر مش الراجل بتاع مباراة مباراة الراجل بتاع مرحلة مرحلة فرغم كل ده الراجل أثبت إنه صفقة وزنها كتير جدا للنادي الأهلي وبلا شك لما جي أتكلم على إنه راجل واخد مانوف داماتش خمس مرات في الدولي إحبنتكلم على أفريج الفرق اللي بيت عشرين مباراة فبتكلم على لعيب خد في ربع المباراة اللي خدها باقي الفرق خد مانوف داماتش في خمسة يعني كان حاسم في خمس مباراة فطبيعي قبل ما كامل الموسم وقبل ما أتكلم على عدة اللي بياخدها إنه واحد من أبرز نجوم الوسم الموجودين دلوقتي سواء ثلاث مرات مع فيوتشر أو المرتين اللي خدهم مع عفوا مرتين مع فيوتشر والثلاث مرات اللي خدهم مع نادي الأهلي بالمناسبة منهم مبارتين تواليا سواء مواجهة اليوم أو مواجهة الجونة الماضية تحروح بقى بسرعة لي اللقطات وأقول لك النهاردة الناس اتكلمت على الشخصية ماشي ماشي لحد ما تجي الكرة أو الإعادة دي الكرة الرأسية هنتكلم عليها لوحدها لما نيجي نتكلم على الدربات السابتة الاستلام والشخصية وعدم التلطر والراجل قفل الكرة بشكل ممتاز واستلم لكن مش دي لا ارجع بقى ارجع ارجع هاتلي بقى الإعادة دي الإعادة الجانبية ماشي أيوة أيوة وهقول لك الجول فين لأنها مش ولدت السلطة بص وقف فين وقف فين وقف فين بص ارجع معليش فريم كمان فريم فريم لورا فريم لورا بص بص عمر فين يا كريم كل عمر اخر اللعيب موقف مع الابرة 14 بتاع البلدية حسين الشحات نازل تحت هنا هو هو اللعيب الاخر اللعيب في المجموعة في الزحمة اهو اللي بيرجع اللي بيرجع لورا بياخد ثلاث خطوات لورا ده يبدأ عن الزحمة رجوع عمر لا ده عشان ياخد الساكند بول عشان عارف انه هو لو دخل حضا لجوه مع المجموعة عمره ما يعرف استلم الاستلمة دي بيبعد عن الزحمة بيسيب المدافع المدافع طبيعي حيروح لاتجاه الكورة وهيروح لاتجاه الزحمة وهيرجع ياخدها ا�اءالك تاني هاتي اللي ببعدها على طول هاتي اللقطة اللي ببص يا كريم التلت خطوات اللي خداهم هم سر الجون سر الاست سر الحالة اللي عليهم عمر كمال عبد En stem يلا هاتي الكورة اللي ببعدها على طول فينت اللي بعملهم نحن تلمين قدرات عمر كمال عبد واحد غير التزديد غير التسجيل الفنت انه بقدر يعد يعد على واحد بشكل ممتاز ايا كان كانت فيديها سوعة وصابعين يا كريم. ان الراجل لازم من العدكة بيلعب تلاتاشر اربعتاشر دقيقة بالفوآن ده. بانه مركز في المباراة اكتر من اللعبة بدأ المباراة بشكل كبير. الراجل بيعمل الكروسات برجليل يمين زي برجليل الشمال. الناس اللي كان بتسأله ليه بيلعب اه اه بي القدم الاسر. بص هنا ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني. بص هنا. بص بص هو رايح هنا مفروض هيقطع على قريبة ورا كهربة. بص بعد ما راح وقف. لأ الدنيا زحمة وكرة تحطت على البعيدة. اختياره للمكان. بص يا كريم واقف هنا. بص هو واقف فين. شوية هو راجع واخد التلات خطوات برضو لبرا لما كرة هتحضر لبرا. كم. كم. بص اهو اهو. اهو. اهو اللي راجع على اهو اللي راجع على خطة التمنتاشر. هيرجع تاني. ينزل تحت عشان يحطه له. راح لانه واخد التلات خطوات البغاص. ارجع بقى هنا. الناس كتير قالت ان هو قالش. ناس كتير قالت ان هو قالش. اه. عمر عامل الباص بوش رجل الخارجي في الفاضي. في المكان الفاضي لانه شايف الراجل. لو بصيت على اتجاه دماغه ووقف هنا. بص 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 اتجاه دماغه فين يا كريم. اتجاه دماغ عمر كمال عبد الواحد. الراجل لو دخل يشوت عمر هو يشوت كده ابدا. وضعية رجله. وضعية رجله. وضعية دماغه. وبصيته على مدست وهو واخد الخطوتين اللي قدامه عشان نسبة قبل مدافع البلدية. اتأكد لك انه باص في توقيت صعب في الزحمة دي. ده كده السيست عظيم. ناس كتير كان بتكلم انها قالش. بص بص اي بص اي بص اي بص اي بص هنا بص هنا بص يا كريم بص دماغه فين. هو باصص الناحية دي. باصص على اليمين. اه. ومن الزاوية الجانبية ماشي بقى من الزاوية الجانبية تجي لك ان هو الراجل باصص على مدست من قبل ما يعمل التمريرة في النهاية انه يقدر عمر كمال عبدالواحد انه يكون مش بس انه مان اف دو ماتش. مش بس انه عمل كل ده. لا ده بيزبط لكل انه هو روحة. ينزل بقى كبديل. ينزل في بداية المباراة. يلعب زهير ايمن. يلعب زهير ايسر. مليون في الماية هي الصفقة السوبر للنادي الاهلي جابها في يناير. رغم انك كل التكهونات راحة للصفقات الصيف الماضي. وناس بتتكلم على الرضا. طبعا الى جوار وسام لان احنا طبعا اثنين على وسام. لكن بالنسبة لعمر. بالنسبة لعدد دقائق اللي بياخدها. وعدم القيد الافريقي. مستوى كبير جدا جدا من عمر كمال عبدواحد. بلدات الحمد النهاردة عمل مباراة محترمة. كابتن احمد عبرقوف ممكن اقول تخلص من بعض افكاره. اللي بيصمم عليها دايما انه هلعب مباراة ما يفتح مع اي منافس. والنهاردة قدر يحد من خطورة النادي الاهلي معظم اوقات المباراة. خلينا نقول ان احنا تفكرنا في المباراة قبل التسئين دقيقة. كان حاجة. ولما شفنا المباراة نفسها في احداثها كان حاجة تانية. كابتن احمد عبدالرقوف لما شاف المباراة الاولى اللي هو طبعا اتغلب فيها خمسة واحد من النادي الاهلي. غير افكاره كلها. بالنسبة ان هو بيلعب قسم كبير. وشاف لما هو لعب اوبن جيم قدام النادي الاهلي. ولعب كورتو اللي هو عودنا عليها من بداية الموسم. وبدلا انه يشتغل بلد اوب طول المباراة قدام نادي الاهلي استقبل خمس اهداف. غير افكاره. ما كانش في حسابات النادي الاهلي ان البرداء يلعب بالشكل. ده لانه ملعبش تقريبا طول الموسم بالشكل احنا شفناه. الفرقة بتلعب كومباك طول تسعين ديئة. الفرقة كلها تحت الكورة. قفل كل المساحات اللي على الاطراف اللي في العمق. خانق النادي الاهلي زي ما بنقول بلغة الكورة. نادي الاهلي ما كانش عنده حلول. الحلول اللي كانت موجودة في الملعب الاهلي ما استغليهاش. تصويب من خارج منطرات الجزاء ما شفناش ولا تصويبة. استغلال الكورات السابتة. لحد ديئة 87 ما كانش فيه اي استغلال. تعال نجيب بعض الحالات للنادي الاهلي اللي كانت موجودة والشكل الدفاع اللي ظهر بيه بلدية المحلة. يقول لك اللي انت هتواجه نفس الشكل ده. في متشارك كتير. خاصة ان ده من الترجي. في اوقات كتير. تعال نشوف دي ممكن اول 15 ثانية لنادي الاهلي. نفس الاسطوب اللي عبيه كولر. كل المباراة. الضغط على المنافس من اول ثانية. شكل نموزاج للنادي الاهلي في عملية الضغط. طب هل يستمر الكلام ده مع مرور الوقت ومع مرور الحالات يا كريم لو نمشي حالات بسرعة وورا بعض. هتلا نادي الاهلي بدأ ان هو يستسلم للشكل الدفاع بتاع بلدية المحلة. ال11 اللعيب كلهم تحت الكورة. كل ال11 اللعيب بتوع البلدية تحت كورة. لعيب النادي الاهلي لما يجي له كورة الضغط ما بيبقاش من اللاعب. ولا اتنين. بيبقى من ثلاث لعيبة. صح. البلدية فضل ما يكمل بالشكل ده طول السبعة وتمانين ديئة لحد ما استقبل هدف التعادل. وامكين ده كان شكل وكان انزار واضح لمارس الكولر. ان انت بعض الحلول اللي موجودة في الملعب. انت مش عابب تستغلها. لان طريق تصويب من خارج منطقة الجزاء. ما شوفناش ده طوالة تسعين ديئة. تسعين ما حافظ على نفس الشكل اللي كان بدء به المباراة. نجح فيه. نجح فيه. النادي الاهلي النهاردة. لولا الظروف اللي هي خدمته في استغلال بعض كورات السابتة. داخل منطقة الجزاء. والتحرقات النموذجية لعمل عمر كمال. بامكانياته الفردية داخل منطقة الجزاء. ولعيب مش بيت فلسف. جوا منطقة الجزاء وحلوله. سهلة وسريعة. لعيب ما بياخدش وقت ان هو يفكر. فبتساعد النادي الاهلي النهاردة على الفوز. لكن فوز النادي الاهلي ما يخلناش اللي احنا نقفى اللي احنا نشيد بالشكل اللي ظهر بفري بلدية المحلة. والنهج اللي اتبعه الكابتين نحمد عبدالرقوف عشان يحد من خطورة النادي الاهلي. ايج. ليه مراونا اعطيت غير النهاردة؟. مراونا من المباراة الماضية مباراة كتير جدا. كولر عنده قزمة كبيرة جدا. في مشكلة. في بعض السور لو جاهزة معنا مش جاهزة تجاز عبل ما نتكلم على مراونا. عنده مشكلة كبيرة الدفاعية في المنطقة اللي قدام ال 18. اه. او في المنطقة بصها كريم. دي المنطقة اللي تم تسجيل منها الهدف النهاردة دي في مباراة اليوم. هات للسورة اللي بعدها على طول. مباراة البلدية. طب تعالنا نروح في مباراة الزمالك وبصوا على السورة اللي تحت. بعد ما الكرة ارتدت هنا مفيش حد حامل منطقة دي خالص. المنطقة المواجهة للمرمى. سأجهة ال 18 او على خطة ال 18. روح للسورة اللي تم الغاءه. الكرة اللي بعدها كانت في كاس العالم للاندية. بص يا كريم الكرة دي تم تسجيلها. بص الاتنين واقفين. ففي مشكلة عند مرسل كلر. في حماية المنطقة اللي امام الاتنين مدفعين. طب مين المسؤول عنها في الشكل بتاع النادي الاهلي ونجيب اللقطات اللقطة بتاعت مروان في كلامه مع كلر. مين مسؤول عن المنطقة دي? لعيب مركز ستة اللي هو مروان عطية. بص. جابوا هنا جابوا هنا في في قبل نهاية الشوت الاول على طول. جابوا اتكلم معاه. بيقولوا ان المساحة كبيرة جدا جدا جدا. بيتحرك فيها اكرم لوحده. فعايزوا يدية المساحة ويشتغل مع اكرم بعرض الملعب. علشان يقفلوا ويقللوا المساحات قدام الخط الدفاعي بتاع النادي الاهلي. ويدوا حرية وحلول في عملية التمرير. طب تعالوا نروح بقى اللقطة اللي بعدها في لقطة الهدف. شوف الهدف جيم نين. الكرة اتحطت تصويبة من بالقدم اليسرى. التصويبة قوية جدا. بص منطقة الحماية. بص يا كريم. نفس الازمة. واقف هنا. نفس المشكلة. المنطقة المواجهة لبعديها مباشرة بخمس دقايق او بست دقايق. مجرد ما لعبت النادي الاهلي انهية الاحماق. راح مغير مرس الكولر مروان عطية. وده كان السبب لانه ما قدرش ينفس. لما بعد شوية نتكلم على اكرم توفية كريم. هواريك ان اكرم هو اللي كان بيعمل كل عملية الضغط وشغل الدفاع في نفس الوقت. واحدة من اقل مباريات مروان. وده السبب ان مروان اتغير النهاردة. وده السبب ان الرجل كان متضايق جدا من مروان. مروان نفسه. لما راح قاعد على الدكة كان زعلان جدا من التغييرة. مش زعلان من الرجل. اكرم توفيق. اكرم توفيق. اكرم لما نجيب اللقطات بتاعت اكرم. اكرم توفيق. في اخر سبعة مباريات هو افضل لعب النادي الاهلي في عمل عملية الضغط العكس. افضل لعب النادي الاهلي في استعادة الكرة في النص ملعب الفريق المنافس. افضل لعب النادي الاهلي في انه يقدر يقطع ويعمل كبير جدا في وسط الملعب. هتقي انه طول الوقت اكرم من ناحية المين? من ناحية الشمال. بيكمل في النص الامامي. هو اللي بيقدر انه يحافظ للنادي الاهلي دايما على السكند والبوسة كريم عملية الحماية. لو اكرم مش عامل ده هتبقى مشكلة كبيرة جدا للنادي الاهلي. ادي التانية. اللي بعديها. التالتة. دي كرة طبعا بتاعت اللقطة بتاعة الاصابة. ماشي هات الحالة اللي بعديها على طول. اكرم هو اكتر لعيب في النادي الاهلي يا كريم. قادر يحافظ للنادي. بس هنا يا كريم. عملية الضغط العكسي. بيستعيد الكرة في منطقة الخطورة. وكان اول تهديد مباشر للنادي الاهلي من كرة بدايتها هي اطعف. منطقة خطرة جدا من الضغط العكسي اللي بيعمله اكرم توفيق. ده اللي كان. وهنا برضو. هتلاقي اكرم هو اللي عملية الضغط. هو اللي بيحافظ منادي الاهلي دايما على الكرة. فين? في التالتة التاني من آآآ ملعب المباراة أو في ملعب المنافس دايما بيعمله اكرم توفيق. ده اللي كان مخلي كولور غاضب جدا. انه اكرم هو اللي عمل بيعمل وارك ريت. انا جبت لك القاطات من الشمال. والقطات من اليمين. والقطات في التالتة الاخير. كلها اكرم توفيق. فاكرم واحد من نجوم المباراة النهاردة أمام البلدية وده اللي أنا ربطه من شوية بأنه الرجل ما كان شراضي على ده أمار ونعطي النهاردة بعد من الآية دخل فيه الهدف حسيتنا الآلي بقى أكثر غضبا في الملعب غضبا فنيا يعني إزاي الآية تحول بعد الهدف طيب خلينا نبدأ أن الهدف ده كان شكله وكان فيه بوادر لبلدية المحلة أنهم بيوصلوا لمرمى النادي الأهلي لو نجيب الحالات بتاعت بلدية المحلة خاصة في عملية التحولات الهجومية اللي كانوا بيقوموا بيها نعم كرات ما بتبقاش فيها نوع من أنواع اللي هم فيها تحس أن هم دارسين النادي الأهلي شوية في حتة التحولات كده كرات بتلعب دايما في عمكة فعل النادي الأهلي دي ممكن كرة تصرف غريب طبعا من محمد أنه بيفوتوا الكرة من غير ما يكون هو شايف من اللعب اللي بيكمل وراه لكن خطأ وتمركزات بتتكلم اثنين على اثنين وضعية دفعية سلبية ممكن دي النقطة اللي كان بيتكلم عنها من شوية جيمي في حتة المران عطية والحماية للاتنين قلب الدفاع قدام نطية الجزاء وأنه يغطي مساحات الملعب مع أكرم توفيق لو نجيب الحلال اللي بعديها نفس الكلام كرة تقريبا شبه بتتطفش يا كريم الكرة دي هتروح تقريبا انفراد لفرقة بلدية المحلة طبعا تمركز دفاعي أكتر من سيء ممكن كلمة سيء دي ممكن تكون كلمة بسيطة للشكل اللي ظهر به كرة حتى لو تعادل ودخل الجون انا كنت شاف انها تتحسب ان كرة ما كنتشو أفصايت دي برضو واحدة نمكن دي النقطة اللي تكلم عنها جيمي من شوية اللي احنا هنا عملية الربط ما بين الجاب الكبير اللي كان ما بين الاتنين مساكين وما بين خط وسط النادي القلي كان كبير جدا المساحة اللي كان بيتكلم عنها كولر مع مراونا عطية هي المساحة اللي كانت قدام الاتنين مساكين مفيش حماية للمنطقة دي بشكل كبير وكلم عنها جيمي باستفادها مش هاخد فيها تاني لكن كان باين أول النادي الأهلي بيتهدد من النقطة دي في الشوت الأول الشوت التاني وكرة الهدف طبعا خروجه الكرة لو نقف بس ثانية خروجه الكرة من رامي ربيعة خروج طبعا عشوائي ممكن رامي في أوقات كتير بيحمل دفاع النادي الأهلي أكتر من طاقته إنه هو عنده حلول كتير في الباص مرأة أعطية فاتح له الباص إنه يستلم بكل أريحية وفاسة الملعب رغم كده إنه يستغل إنه هو أو فكر إنه يطلع كرة بالشكل العشوائي ده الكرة اتمررت خمس لعيبة تضرب بباص الكرة الراحة تلعيب بيصاب كرة بشماله بترد من العرضة بترجع للاعيب البلدية ما فيش أي لعيب حامي منطقة وسط الملعب أو منطقة الجزاء بتاعت النادي الأهلي لعيب بياخد حريته في التصويب دي ممكن الفكرة بتاعت إنه هدف البلدية كان ليه أكتر من شكل قبل ما يتسجل في الشوت الأول حتى مع الشوت التاني إنه واضح إن البلدية عارفة وبيعمل إيه في المباراة واستغل النقطة دي وقدر إنه يسجل منها عظيم جدا عندك حاجة كمان من دعاست ولا طيب اختار حاجة من الحاجات الكتير عشان الوقت راح ميش طيب كانوا سبعة اه من ايه من عشكوة تاني اختار يده مش هولا كان يمكن من ضمن الحاجات الطريفة جدا أنا كريم ونعرض وحن نتكلم عشر وقت طيب قولهم الأول فيه تشابه ما بين مودست وجرالدو مودست وجرالدو مين؟ مودست وجرالدو بص هنا ده الهدف بتاع النهارة طبعا مش شي عادي الهدف ده كان يا كريم في نهاية الديئة 97 يعني في الدقيقة 98 بحلو؟ هاتلي بقى الهدف التاني على طول اللي كان بالمناسبة واحد من الأهداف أو واحد من أهم الأهداف اللي حزمت الدوري الصعب جدا في التوقيت ده للنادي الأهلي أمام سموها وحن نتكلم هسأل الناس على ثلاث أوجه للتشابه هاتلي بقى الجوني التاني على طول بتاع جرالدو فيه سموحة ده الهدف دي أكاما كريم 97 97 كمل كملها 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 97 قبل ما تقفل الديئة 98 كان سجل جرالدو الهدف طب ايه أوجه التشابه؟ واحد اتنين بلعوه في العام اصلا في واجه تشابه الرابع في واجه تشابه الرابع نسيبه للناس واحد انه النهارده 11 مايو والهدف ده كان 11 مايو في نسخة الدوري أمام سموحة اتنين ان الهدفين في الديئة 98 تلاتة انه كان هدف حسم النقاط الثلاث ليه النادي الأهلي ايه بقى الحاجة الرابعة؟ انه وقتها الاهلي كسب الدوري لا انه وقتها جرالدو مجي ومتستهيبش فلنمشي بالنادي الأهلي فكرة انه ده ماشي وده ماشي وقتها كان جرالدو الاهلي كان خالد الدوري ده هدف حسم الحسم الدوري هدف من اهداف حسم الدوري للنادي الأهلي كان قريب جدا من اه اخي اشوفوا حتى الجرالدو جرالدو جرالدو ما انا وطروا تلاتة لا التلاتة الاولانين انهم اخدوا تلاتة من قاتل النادي الأهلي انهم في نفس اليوم في نفس الدقيقة جايين انت على مودست برده يا اخي لا انا لو كان معنا وقت كنت جبت ميديو بتعام مودست النهارده حاجة اخي ده اشهد لو هنتكلم عن فكرة اهضار الاهداف الغير مبررة والرعونة اللي اتعامل بها لعبة النادي الأهلي سواء كهرباء سواء برسيتاء وسواء مودست قدام الترجي انت كده بتهزر لو هتضيع كم الفرص لو هنجيب الاهداف حتى اللي ضعي النادي الأهلي ونلعب بها واحنا بنتكلم لو هتلعب كده قدام الترجي ويجي لك كم الفرص ده وتتعامل بالترجي قدام المرمى يبا انت بتهزر وانسى بطولة افراكي مش هتجي لك فرص كتير كمان انت المتشاط اللي زي كده الفرصة اللي هتجي لك ويحنقول ان انت محتاج اللعب اللي بيسجل من نص فرصة لكن انت مجي لك كم الفرص دي وتتعامل معها بالطريقة دي يبا انت هتجي قدام الترجي خلاص يبا انت تنسى بطولة افراكيا وما تركز على البطولة لو انت هتتعامل كده لكن التركيز لازم يكون اعلى من كده مع لعبة النادي الأهلي سواء في المباراة اللي هناك او المباراة اللي هنا لكن المباراة البلدية تتحمل بطولة الدوري تتحمل انت تخسر مليكات وترجع تعود تاني لكن مباراة نهائي افراكيا من ماتشين زهاب وعودة تضيع كم الفرص دي اعتقد ان النادي الأهلي قد يكون موضوع الصعب عظيم قول حاجة لا اخر حاجة تعاليها انا قاله شاب ناس كتير كب بتتكلم على انه النادي الأهلي قدم مباراة النادي الأهلي مقدمش فرص هي ايه ابدا الاهلي ضيع فرص كتير جدا جدا ودي نقطة سلبية لكن الشق الايجابي انه في ظل صعوبة الملعب التاريخية للنادي أهلي وده كان نقطة من دول الحاجات التي تتكلم عليها ملعب صعب جدا امام النادي الأهلي باختلاف الأجيال الاهلي ضيع سبعة جوال النهاردة سبعة جوالة كريم فرقة ضيعات سبعة جوال فعندها شيء سلبي في اضاعة الاهداف لكن عندها شيء ايجابي انه في ظل التكتل الدفاعي ده وفي ظل الشكل ده ادر النادي الأهلي النهاردة انه يسجل هدفين ويضيع سبعة جوال منهم هدفين ملغي بشكرك جيمي شكرا جزيلا شرفت نهارد شاب شرفت نهارد بشكرك شكرا جزيلا نهاردة كان يوم الأهلي بكرة بإذن الله يكون يوم الزمالك قدام نهات البركان في نهاية الكونفيدرالية الأفريقية حلقة بإذن الله يكون فيها سعادة وفرح صالح نادي الزمالك ممثلنا في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية إن شاء الله بإذن الله بكرة تكون نتيجة تريحنا قبل مباراة العودة الأسبوع القادم إن شاء الله ختم حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكون استمتعتم معنا أشوفكم يا رب على الفترة